بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتب مبتسم وبعد اللهم غفل لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال مؤلف رحمه الله فصم الناس يركن غير التحريمة لعدم عقاد الصلاة بتركها فذكره بعد شروعه في القراءة بعد شروعه في قراءة التي بعدها بطاة التي تركه منها فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وآله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين فهذا الفصل أورده المصنف في باب سجود السهو تتمة لما سبق في الدرس الماضي وقد أورد المصنف في أول حديثه في الدرس الماضي أن أسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك وقد أنهى الحديث في الفصل السابق عن ما يتعلق بالزيادة في الصلاة وما يترتب عليه من أحكام وشرع في هذا الفصل بالحديث عن أحكام النقص وهو السبب الثاني من أسباب وجوب سجود السهو وقبل أن أبدأ بشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى لابد أن نعلم أن الفقه يطلقون النقص على معنيين في باب سجود السهو وقد يطلقون النقص هكذا مجردا من غير تتمة إذ بالتتمة يتضح الفرق بين المعنيين يطلقون النقص أحيانا ويقصدون به نقص ركعة كاملة فأكثر ويطلقونه بمعنى النقص بمعنى ترك ركن من أركان الصلاة أو واجب من واجباتها والمصنف رحمه الله تعالى بدأ أولا بالنوع الأول من أنواع النقص وهو نقص ركعة فأكثر وسبب إرادة لهذا التفريق أن بعضا من طلبة العلم قد يلتبس عليه استخدام المصطلحين فإنهم يذكرون أن من أسباب سجود السهو النقص بمعنى الشمول الذي يشمل نقص واجب أو ركن أو ركعة فأكثر ثم في آخر الباب حينما يذكرون محل سجود السهو يذكرون أن السجود محل أن السهو إذا كان لأجل النقص فمحل السجود بعد السلام هنا مرادهم بالنقص نقص ركعة فأكثر إذن التنبيه هنا لمصطلح النقص هو من باب تبين المصطلحات والاشتراك فيها والمصنف حرص في عباراته القادمة عدم استخدام المصطلح الواحد في أكثر من معنى لك لا يقع في هذا الاشكال وإن كان وجد فيه كثير من كتب الفقه المتأخرين يقول الشيخ من نسي ركناً عبر المصنف بالنسيان لأن ما يقابل النسيان وهو العمد من تعمد ترك ركناً حتى فات محله فإن صلاته باطلة لا شك ذلك وقول المصنف ركناً يشمل جميع الأركان سواء كانت الأركان فعلية أو كان من الأمور القولية كقراءة القرآن ومما يدخل في الأركان الفعلية الطمأنينة فإن من نسي ترك الطمأنينة في أي ركن من أركان الصلاة فإنه يكون قد ترك ركناً وقول المصنف غير التحريمة أي أن الأحكام متعلقة بالأركان القولية والفعلية غير تكبيرة الإحرام التي هي التحريمة ثم بيّن ما الذي يترتب على ترك تكبيرة الإحرام فقال لعدم عقاد الصلاة بتركها فهنا اللام لبيان حكم من ترك تكبيرة الإحرام نسياناً فإن من ترك تكبيرة الإحرام نسياناً لم تنعقد صلاته وهذا مثله كسائر الشروط فإن من فاته شرط من شروط الصلاة فإنه لا تنعقد صلاته ابتداء ولا نقول إنه يتداركه بعد ذلك إذن هذا مراد المصنف بقوله لعدم عقاد الصلاة بتركها فليس المراد التعليل فإن الأصل أن المختصرات لا تعليل فيها وإنما المراد بيان حكم من ترك تكبيرة الإحرام نسياناً ثم قال المصنف فذكره أي فذكر ذلك الركن الذي كان قد نسيه بعد شروعه في قراءة التي بعدها قوله بعد شروعه في القراءة المراد بالقراءة القراءة الواجبة وهي الفاتحة واتقدم معنا أن الواجب في الفاتحة هو أول آية فيها الحمد لله رب العالمين فما بعدها وبناء على ذلك فمن شرع في قراءة البسملة فإنه لا يكون داخلاً في هذا الحكم لأنه لم يشرع بعد في القراءة وإنما المراد بمن شرع في القراءة أي بقراءة الفاتحة وأولها الحمد لله رب العالمين وقوله في التي بعدها المراد بالركعة التي بعدها فإنه في هذه الحال بطلة أي الركعة الأولى التي نسي فيها ركناً إما قولياً كقراءة الفاتحة أو فعلياً كالركوع والسجود أو الطمأمينة فإن تلك الركعة التي تركه منها أي ترك الركن نسياناً فإنها تبطل فقط دون ما عدها وعندنا في قول المصنف هنا بطلة التي تركه منها فقط عندنا فيها مسألة المسألة الأولى في تعبير المصنف بالبطلان ذكر الفقهة أن المصنف هنا وغيره من الفقهة حينما عبروا بالبطلان فليس مرادهم بالبطلان البطلان الاستلاحي وسبب عدم إرادتهم لذلك أن القاعدة عند أهل العلم أن بطلان بعض الصلاة يؤدي إلى بطلان جميعها فمن تكلم في ركن من أركان الصلاة أو تحرك حركة مبطلة أو فعل فعلا من الأفعال التي تكون مفسدة للصلاة كانتقاض الوضوء وغيره فإنه يبطل هذا الركن وتبطل الصلاة كلها ما قبلها وما بعده وعلى ذلك فإن قول المصنف بطلة الركعة أي التغت الركعة ولغيت فلم تكن موجودة فهنا استخدام البطلان بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاح عند الفقهة المسألة الثانية في قول المصنف بطلة التي تركه منها معناها كما تقدم أي بطلة الركعة التي ترك الركن المنسية منها في قوله فقط هذه الجملة فقط لها مفهوم يفيدنا أن ما قبلها وما بعدها ليس بباطل فما بعدها واضح فإنه يبني ما بعدها على ما قبلها فتكون الركعة التي بعدها قائمة مقامها وأما ما قبلها فإن هذا يدل على أن من حكم ببطلان أو بإلغاء ركعة من ركعته فلا يبطل ذلك الصلاة كلها السابقة ولا يبطل كذلك تكبيرة الإحرام السابقة فإنه لا يلزمه إعادة تكبيرة الإحرام ولو كان الركن الذي تركه من الركعة الأولى ولا يحكم أيضا ببطلان دعاء الاستفتاح لأن عندنا قاعدة ستأتين إن شاء الله أن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام لذا سيأتين في باب الجماعة أننا إذا قلنا إن ما أدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاة أو هو آخر صلاته يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام وتوابعها ومن توابع تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح وهذا من تطبيقاته أن دعاء الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام وليس تابعا للركعة وما يتعلق بذلك أن كل الركعات السابقة أيضا لا تكون باطلة إذن أخذنا من قوله فقط أربعة خمسة مفاهيم لا تبطل الصلاة كلها ولا تبطل الركعات السابقة ولا الركعات اللاحقة ولا تبطل تكبيرة الإحرام ولا يبطل دعاء الاستفتاح فلا يشرع إعادته بعد ذلك فإن رجع لمن عمدا بطل الصلاة نعم قوله فإن رجع أي فإن رجع الذي ترك ركنا من أركان الصلاة نسيانا حتى شرع في القراءة من الركعة التي بعدها قال فإن رجع عالما بالحكم وبالحال كذلك عمدا يخرج ذلك النسيان وهذا يدلنا على أن من رجع وهو جاهل بالحكم أو مخطئ أو ساهن ليس متعمدا لذلك فإنه لا تبطل صلاته قالوا مصلف بطلت صلاته أي بالكلية كلها بطلت صلاته نعم وإن ذكره قبله وعاد فأتى به وبما بعده نصه نعم قوله وإن ذكره أي وإن ذكر المصلي الذي نسي ركنا من أركان الركعة قبله أي قبل شروعه في القراءة في قراءة الفاتحة من الركعة التي بعدها عاد أي رجع للركن الذي فاته فأتى به وبما بعده قول مصنف عاد هذا على سبيل وجوب أي وجب عليه الرجوع والعود للمحل وقوله فأتى به أي فأتى بالركن كاملا فمن فاته على سبيل مثال السجود فيلزمه السجود وما يسبق السجود كالهوي له وارتفاع منه وهكذا إذن فيأتي بالركن كاملا وما يتبع ذلك الركن قوله وما بعده طبعا وما بعد الركن الذي نسيه ثم أتى به فأعاده وكل ما كان قد فعله قبل ذلك فإنه يكون باطلا من الأركان التي محلها بعد الركن الذي فاته نسيانا ثم قول المصنف الأخير نصا أي نص عليه الإمام أحمد وذلك فيما نقل أثرم أنه سأل أبا عبد الله عن رجل صلى ركعة ثم قام ليصلي أخرى فذكر أنه إنما سجد للركعة الأولى سجدة واحدة فقال أحمد إن كان أول ما قام قبل أن يحدث عملا للأخرى فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها وإن كان قد أحدث عملا للأخرى ألغى الأولى وجعل هذه الأولى وهذا نص بنفس المسألة التي ذكرت لكم نص عليها أحمد كماهي وهذا النقل الذي نقله الأثرم ذكر الموفق رحمه الله تعالى أن رواية الجماعة من أصحاب أحمد عليه فكثير من أصحاب أحمد عبروا بذلك وغالبا يطلق لفظ الجماعة يراد بهم قول أكثر أصحاب أحمد وإن كان من المتأخرين مثل خلوتي في حاشيته على المنتهى وغيره ذكروا أن المرادة بالجماعة هم خمسة من الرواه وليس ذلك على إطلاقه نعم فَلَوْ ذَكَرَ الْرُّكُوعَ وَقَدْ جَلَسَ أَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهِ نعم هذا مثال لما سبق يقول المصنّ فَلَوْ ذَكَرَ الْرُّكُوعَ وَقَدْ جَلَسَ قوله وَقَدْ جَلَسَ احتمل جلستين إما أن يكون المراد وقد جلس بين السجدتين من نفس الركعة فإنه في هذه الحالة يقوم ويهول الركوع ويأتي بالركوع كاملا ويأتي بما بعده ويحتمل أن يكون المراد بجلس أي جلس للتشهد الأول أو التشهد الأخير إذا كان الركوع الذي نسيه من الركعة التي قبلها مباشرة فمن نسي الركوع ثم جلس للتشهد ثم تذكر في تشهده فإنه يأتي بالركوع ولا يلزمه إعادة الركعة لأن القاعدة عندنا ما لم يشرع في القراءة من الركعة التي بعده والتشهد لم يشرع فيه بالقراءة فدل على أنه يرجع إلى ما كان عليه وَإِنْ سَجَدَ سَجْدًا ثُمَّ قَامَ فَإِنْ كَانَ جَلَسَ لِلْفَصْلِ سَجَدَ الثَّانِيَةَ وَلَمْ يَجْلِسَ وَإِلَّا جَلَسَ ثُمَّ سَجَدْ نعم قول مصنف وَإِنْ سَجَدَ سَجْدًا ثُمَّ قَام هذه صورة لمن ترك ركنا من الأركان فقال وَإِنْ سَجْدَ سَجْدًا وَاحِدًا ثُمَّ قَامَ قوله قام ليس المراد الانتصاب للقيام وإنما المراد القيام من السجدة وليس المراد القيام للركعة التالية وعلى ذلك فإن قوله قام يحتمل أنه قام من السجدة ولم ينتصب قائما وهذا احتمال فيكون في طريقه للقيام ويمكن أن يكون مراده أيضا وهذا أيضا صحيح أن يكون قد انتصب قائما لكنه لم يشرع في القراءة إذن نقول إن قول المصنف سجد سجدة ثم قام لها معنيان إما قام ولم يشرع بالقراءة وإما معناها أنه شرع في القيام ولم يستتم قائما فكلا الحالتين يأخذ الحكم الذي سيأتي قال فإن كان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس قوله جلس للفصل أي كان ذلك المصلي قد جلس جلسة للفصل بين السجدتين وتعبير المصنف هنا للفصل اللام لبيان قصده أي جلس لقصد الفصل بين السجدتين وبناء على ذلك فإن من قصد بالجلسة هذه غير الفصل بين السجدتين كأن يكون قصد بها الجلوس التشهد فهذا له حكم سيأتي أو جلسة نفل كما سيأتي بعد قليل قال فإن كان جلس للفصل أي بين السجدتين ثم قام من هذه الجلسة ولم يسجد الثانية قال سجد الثانية من قيامه فمن حال كونه ستم قائما أو شرع في القيام يرجع ويسجد ولا يلزمه الجلوس لها قال ولم يجلس للفصل بينهما لأنه جلس الجلسة الأولى وجلسته صحيحة فعلا وقصد لأنه قصد بها الجلوس للفصل بين السجدتين قال وإلا أي وإن لم يكن جلس للفصل وهذه تحتمل صورتين الصورة الأولى أن يكون جلسا أن يكون لم يجلس فسجد سجدة واحدة ثم قام أو جلس لغير الفصل فيما سيأتي بعد قليل قال وإلا أي لم يكن جلس للفصل مثلا جلس بعد قيامه ثم سجد فلابد من الجلوس ثم بعد ذلك يسجد لأنه يكون قد ترك ركنا وهو الجلسة بين السجدتين وإن كان جلس للإستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل كنيته بجلوسه نفلا نعم قال وإن كان جلس للإستراحة يعني كان يرى مشروعية جلسة الاستراحة إما لحاجة أو لغيرها لم يجزئه ذلك عن جلسة الفصل بين السجدتين وهذا قال كنيته بجلوسه نفلا كمن نوى لأنه نوى بهذه الجلسة النفل ولم يقصد الفريضة فهذه الجلوس مسنون والمسنون لا يجزئ عن الفريضة نعم فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهوا أو جهلا بطلت الركعة فقط قال فإن لم يعد أي إلا ميعد الذي ترك ركنا من أركان الصلاة نسيانا لذلك الركن قبل شروعه في القراءة وكان قد تذكر قبل شروعه بالقراءة في الركعة التي بعدها قال بطلت صلاته لمخالفته الأمر إن كان متعمدا وأما إن كان سهوا أو جهلا بأن جهل أن ذلك واجب بطلت الركعة فقط مثل ما تقدم معنا في أول كان المصنف أنه إن نسي ركنا غير التحريمة بعد شروعه في القراءة التي بعدها بطلت الركعة فتكون معنى بطلة الركعة هنا أي لغت التغت الركعة دون ما عداها نعم فإن علم بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة يأتي بها مع قرب الفصل عرفا كما تقدم قول مصنف فإن علم بعد السلام هنا علم بمعنى تيقنا لأنه سيأتينا بعد إن شاء الله أن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به فهنا قوله علم بمعنى تيقن فقوله علم أي علم وتيقن أنه ترك ركنا من أركان الصلاة كسجدة أو ركعة أو قراءة فاتحة ونحو ذلك قال فهو كتركه ركعة كاملة أي كما لو ترك ركعة كاملة فيأخذ حكم تارك الركعة الكاملة قال يأتي بها أي بالركعة الكاملة ويأتي بما يتبع تلك الركعة في خاتمتها وهو التشهد والسلام قال مع قرب الفصل عرفا أي إذا كان تذكره ورجوعه ليس طويلا وإنما هو قصير عرفا وهنا بيّن المصنف أن الضابط القصر إنما هو العرف وهذا هو المعتمد فإن المرجع هو العرف وهو الذي عليه أغلب الفقهة رحمهم الله وبعضهم قدّر بالعرف في تقديرات لكنها ضعيفة فبعضهم قدّرها بمقدار ركعة كاملة وبعضهم قدّرها بنوع من القراءة ولكن المعتمد الذي عليه أغلب العلماء رحمه الله تعالى من فقهائنا أن التقدير بالعرف قوله كما تقدّم أي كما تقدّم قبل ذلك حينما تكلم عن من ترك ركعة فإنها لا تبطل صلاته ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وتقدّم كذلك أنه يجب فيها سجود السهوي وجوباً يسجد لسجود السهوي وجوباً ويكون محله قبل السلام هذا هو الذي تقدّم فهذا أخذنا كله من قول المصنف كما تقدّم أي فيجب فيها حكم ما تقدّم من حيث السجود السهوي وجوباً ومحله وفيها ما تقدّم كذلك من ما يتعلّق بالانحراف عن القبلة نعم فإن كان المترك تشهدًا أخيرًا أو سلامًا أتى به وسجد وسلم نعم يقول لو كان الشخص قد ترك التشهد الأخير فقط أو نسي السلام فانفتل من الصلاة بلا سلام قال أتى به أي أتى بما تركه إما التشهد ويأتي به معبا بعده وهو السلام أو يأتي بالسلام وحده قال وسجد هنا قوله وسجد أي أنه سجد للسهوي قال وسلم أي بعد ذلك تعبير المصنف هنا وسجد وسلم يفيدنا أنه يسجد ويسلم بعد تركه ما فاته والذي فاته هو التشهد أو السلام فظاهر هذه العبارة بل قال منصور في الحاشية إنها الظاهر وقال في الشرح إنها صريح العبارة أنه في هذه الصورة يكون سجوده للسهوي بعد السلام وعلى ذلك فتكون صورة مستثنات ثالثة غير الصورتين التي أوردها المصنف في نهاية هذا الباب وأخذ ذلك من قوله أتى به أي أتى بما تركه وهو وقد سمه أنه التشهد والسلام ثم سجد وسلم فتكون صورة هذه الصورة محل سجود السهوي بعد السلام وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذاكر في التشهد سجد في الحال سجة فصحت له ركعة ثم أتى بثلاث ركعات وسجد للسهوي وسلم نعم يقول المصنف لو أن شخصا نسي أربع سجدات من أربع ركعات في كل ركعة نسي سجدة ثم تذكر في التشهد أي التشهد الأخير في آخر صلاته أنه نسي السجدات الأربع قال الشيخ سجد في الحال سجدة وتكون هذه السجدة متعلقة بالركعة الأخيرة لأن الركعة الأخيرة سجد لها سجدة واحدة وجلس وجلسه هنا لأجل التشهد وهو صحيح لأنه نوى به الفرض ثم بعد ذلك يسجد سجدة ثانية فتصح له هذه الركعة وتكون هذه الركعة في حقه هي الأولى والتي قبلها تكون كلها قد التغت أو بطلت ثم يأتي بعد ذلك بثلاث ركعات قال ثم أتى بثلاث ركعات قال المصنف وسجد للسهوي وسلم قوله وسجد للسهوي وسلم يعني سجد وجوبا للسهوي وسلم ويكون السجود قبل السلام وسلم أي بعد سجوده هذه الجملة نستفيد منها أن أننا مر معنا قبل قليل أن من ترك سجدة فإن له ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يكون لم يجلس فذكر المصنف أنه يجب أن يرجع ويجلس ما لم يكن قد شرع في الركعة التي بعدها الحالة الثانية أن يكون قد جلس بنية لافلتي كجلسة الاستراحة فإنه في هذه الحالة إذا جلس الجلسة الاستراحة ثم قام فإنها لا تجزئه فلابد له من الجلوس مرة أخرى ثم يرجع الحالة الثالثة التي تقع من كثير من الناس أنه يجلس للتشهد وقد نسي أن عليه السجدة الأولى فإنه في هذه الحالة نقول إن الجلسة صحيحة ثم سجوده بعد ذلك فإنه مجزء وهذا الذي بيّنه هنا وإن ذكر بعد سلامه بطلت صلاته نصا نعم قوله إن ذكر المصلي أنه ترك أربع سجدادات من أربع ركعات بعد سلامه أي بعد انقضاء صلاته وتسليمه منها قال المصنف بطلت صلاته السبب التفريق بين هذه وتلك أنه في هذه الحال الركع الأخيرة لم تصح كاملة فإنه قد سلم منها وخرج من الصلاة فحينئذ بطلت قوله نصا نص عليه الإمام أحمد في أكثر من رواية فنقل القاضي أبو يعلى في الروايتين أن بكر بن محمد سأل أحمد في من نسي أربع سجدات من أربع ركعات فقال أحمد يستأنف أي يستأنف الصلاة ويعيدها ومثله نقله صالح في مسائله ولكن مسألة صالح طويلة جدا وهي جزء من مسألته نعم وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه نعم يقول الشيخ إذا ذكر أنه نسي أربع سجدات من أربع ركعات وكان قد قام للخامسة ليتدارك إحدى الركعات السابقة أو غير ذلك قال فهي أولاها وتلتغي الركعات الأربع كلها لأن الركعة الأخيرة التي قلنا يسجد لأجلها قد شرع في قراءة بعدها فحينئذ بطلت الركعة كلها وتشهده قبل السجدتي الأخيرة زيادة فعلية وقبل السجدتي الثانية زيادة قولية نعم هذه لطيفة لكن فيها قاعدة بعدها يقول المصنف إن الشخص إذا تشهد قبل سجدتي الأخيرة يعني إذا نسي وتشهد قبل أن يسجد السجدتين الأخيرة من الركعة التي يصلي فيها فإنه يكون حينئذ زاد زيادة فعلية لأنه زاد الجلوس في محل زاد الجلوس للتشهد فتكون زاد فعلا وهو الجلوس التشهد لأنه قصده فإنه في هذه الحالة يتدارك ويأخذ حكم من زاد زيادة فعلية بوجوب السجود السهو عليه أن السجود السهو يكون واجبا عليه ثم قال المصنف وقبل السجدة الثانية زيادة قولية لو أنه سجد سجدة واحدة فقط وفي أثناء الجلس بين السجدتين جلس فيها ونسي وتشهد التشهد الأول فإنها تعتبر زيادة قولية وبناء على ذلك حيث قلنا إنها زيادة قولية فيكون سجود السهو لأجلها مسنون وليس بواجب إذ الفرق بين الزيادة الفعلية والزيادة القولية وهذه القاعدة من جهتين أن الزيادة الفعلية يجب لها سجود السهو والزيادة القولية يسن لها سجود السهو والفرق الثاني أن الزيادة الفعلية عمدها يبطل الصلاة والزيادة القولية عمدها لا يبطل الصلاة فلا يكون مبطلا وعلى ذلك نفهم هذا المثال فمن نسي أو تعمد على الحالتين سأذكر الحكم فكان جالسا وتشهد قبل أن يسجد السجدة الأولى والثانية فإن كان متعمدا بطلت صلاته وإن لم يكن متعمدا وإنما كان ناسيا فنقول يجب عليك سجود السهو وأما إذا سجد السجدة الأولى ثم جلس للفصل بين السجدتين ونسي أو تعمد أن يقرأ التشهد الأول أو التشهد الأخير كلاهما واحد فنقول يستحب لك سجود السهو ولا تبطل صلاتك إن كان عمدا هذا بناء على القاعدة ذكرناها قبل قليل في الفرق بين الزيادة القولية والفعلية وإن نسي التشهد الأولى وحده أو مع الجلوس له ونهض لازمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما نعم هذه المسألة متعلقة فيما نسي التشهد الأول وقد ورد فيها حديث المغيرة عند ابن ماجة والإمام أحمد واحتج به الإمام أحمد مع أن في إسناده عندهما ضعف إلا أن أحمد قد احتج به لأنه له وجاهته في هذا الباب ذكر المصنف توضيحا لحديث المغيرة أن من نسي التشهد الأول وحده صورة أن ينسى التشهد الأول وحده بأن يصلي ركعتين ثم يجلس ولا يقرأ في تلك الجلسة التشهد الأول بل يكون ساكتا أو ينشغل بغيره من الأذكر قال أو مع الجلوس له أي أو ينسى التشهد الأول مع الجلوس له كما جاء في حديث المغيرة أن من قام من الركعة الثانية إلى الثالثة فيأخذ الحكم والتفصيل الذي سيأتي قوله ونهض عبر المصنف بنهض ليشمل أحوالا الحالة الأولى أن يكون قد نهض من الجلسة والسجود قبل أن يستتم قائماً والحالة الثانية أن يكون قد استتم قائماً نهض واستتم قائماً والحالة الثالثة التي ستأتي إن شاء الله إذا كان قد نهض واستتم قائماً وشرع في قراءة الفاتحة قال المصنف الحالة الأولى لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائماً قوله لزمه أي وجب عليه الرجوع وهذا الوجوب أخذ منه مرعي أنه إن خالف ولم يرجع بطلت صلاته وذلك قال مرعي ويتجه احتمال قوي وتبطل إن لم يرجع لأن الحديث جاء بالأمر به فدل على أنه يلزمه الرجوع قال ويلزم المأموم متابعته أي متابعته في الرجوع إذا كان قد رجع ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامه وشروعهم في القراءة نعم يقول المصنف ويلزمه متابعته أي متابعته في ما فعله إن رجع فيرجع معه لأنه رجع قلنا إنه يلزمه الرجوع فحينئذ يلزم المأمومون أن يتابعوه في رجوعه للجلس قال المصنف ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة المأموم قد يتابع الإمام فيكون موافقا له في الرفع من الركوع فيرفع معه وهذا مكروه فيستتم معه في القيام ثم ينتبه الإمام قبل أن يستتم قائما فيرجع والمأموم لا ينتبه إلا بعد شروعه في القراءة أو بعد استثمامه في القيام نقول في الحالتين يلزم المأموم أن يرجع ولا يأخذ المأموم حكم الإمام أنه إذا استتم قائما وشرع في القراءة لا يرجع وتعبير المصنف هنا ولو ليس المراد الإشارة لخلف بدليل أن صاحب الإنصاف ذكر أن المأموم يلزمه أن يتابع الإمام في رجوعه قال ولا أعلم في ذلك خلافا أو نحو من عبارته وقال ولو كان بعد قيامهم وشروعهم فدل ذلك على أن صاحب الإنصاف يحكي نفي الخلاف في المسألة وهذه العبارة ولو موجودة في الإنصاف فأتى بها هناك وتابعه المصنف هنا ليس لإشارة لخلاف وإنما هو من باب الإشارة للصورة البعيدة في الذهن المرادة لكي لا يظن شخص أن المأموم يأخذ حكم الإمام أو المنفرد فإذا استتم قائما وشرع في القراءة منع من الرجوع للجلسة التشاهد الأول وإن استتم قائما ولم يقرأ فعدم رجوعه أولى ويتابعه المأموم ولو علم تركه قبل قيامه ولا يتشهد يقول المصنف وإن استتم أي وإن استتم الإمام قائما ولم يقرأ ومثله المنفرد أيضا إذ استتم الإمام قائما ولم يقرأ أي ولم يشرع في قراءة القراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة وأولها الحمد لله رب العالمين قال فعدم رجوعه أولى أي فالأولى في حقه أن لا يرجع وإنما يستمر في قيامه وفي قراءته عفوا ويستمر في قيامه ويبدأ في القراءة ويبدأ بعد ذلك في القراءة قال ويتابعه المأموم هنا يتابع المأموم في عدم الرجوع وأما في المسألة السابقة فيتابعه في وجوب الرجوع وهنا يتابعه في عدم الرجوع ثم قال المصنف ولو علم تركه قبل قيامه أظهر الضمائر المخفية وأنا أكرر دائما أن أهم شيء يتعلق بشرح المتون الفقهية معرفة عود الضمائر المظهرة والمضمرة هنا قول المصنف ولو علم تركه أي ولو علم المأمومون تركه أي ترك الإمام للتشهد قبل قيامه أي قبل أن يقوم المأموم للقيام للقيام نعم والاستمام فيه وقبل قيام الإمام كذلك قبل قيامه ممعا وهذه تعبير بلو هنا أتى بها المصنف للإشارة لخلاف في المذهب قوي فقد نقل القاضي علاء الدين مرداوي أن ما ذكره المصنف هو صحيح المذهب وأن عن أحمد رواية ذهب إليها ابن عقير في التذكرة أن المأموم يتشهد إذا علم ذلك وجوبا ثم بعد ذلك يقوم ولا يتابعه في قيامه وعدم رجوعه طيب هنا بس في جملة في قول المصنف وإن استتم قائما وإن استتم قائما تعبير المصنف بقوله وإن استتم قائما مر معنى أن المسألة الأولى إذا لم يستتم قائما ما زال في الطريق نهض ولم يستتم وفي الحالة الثانية جعل العبرة بأن يستتم قائما هذه الجملة الثانية أو هذه القسمة الثنائية تفيد كما بيّن الشيخ عبد الحي أنه إن لم يستتم قائما وإن كانت صفته وحاله إلى القيام أقرب فإنه في هذه الحالة يلزمه الرجوع والتشهد وهذا الظاهر الذي نبه إلي عبد الحي واضح جدا خلافا لغيره من الفقهة الذين يقولون العبرة بأقرب الحالين إليه هل أقرب هو للقيام أم الأقرب للقعود فنقول لا ما لم يستتم كمال الاستثمام قائما فإنه في هذه الحالة يلزمه الرجوع نعم قوله ولا يتشهد نعم ولو علي ما تركه قبل قيامه ولا يتشهد هنا أي ولا يتشهد المأموم بخلاف الرواية الثانية التي قال عنها صاحب الانصاف وعنه وذكر أن ابن عقيل اختارها أنه يتشهد ثم يقوم بعد ويتابع الإمام نعم وإن رجع جازة وكره نعم قوله وإن رجع يعني أن الإمام والمنفرد كذلك إذا استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة لم يقرأ بعد الحمد لله رب العالمين لكنه أراد أن يخالف الأولى فرجع ففي هذه الحالة نقول رجوعه جائز لكن مع الكراها وهذا معنى قوله وإن رجع أي الإمام والمنفرد إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة جاز رجوعه هنا جاز معنى الجواز في القسم الثلاثية لأن الجواز يطلق عند الفقه في استخدامهم بأكثر مستخدام إما في مقابل قسمة خماسية وإما في مقابل قسمة ثلاثية القسمة الخماسية التحريم والكراهة والإباحة والوجوب والندب والقسمة الثلاثية التحريم والوجوب والجواز فيدخل الندب والكراهة في الجواز أقول هذا لما لأن المصنف قال جاز وكره كيف يكون جمع بين حكمين متغيرين نقول أتى بلفظ الجواز هنا ومراده القسم الثلاثية وهذا كثير في استخدام الفقه وإن كان ليس موجودا في استلاح الأصوريين لكنه كثير جدا عند الفقه وأحيانا قد يكون جاز لقسمة ثنائية لكن قد يناسب في محل آخر أذكره هذا الكراهة هو الذي جزم بها أكثر بل جزم بها المتأخرون ممن جزم بها المتأخرين صاحب التنقيح ومن تبعه كالمنتهى والغاية وغيرهم وحينئذ نقول سواء رجع الإمام مع الكراهة أو بقي موافقا الأولى والأفضل فلم يجلس وبقي منتصبا ففي الحالتين يلزم المأمومين أن يتابعوه في قيامه أو في رجوعه وإن قرى لم يجز له الرجوع وعليه السجود لذلك كله نعم قول مصنف وإن قرى هذه الحالة الثالثة والأخيرة أيعني استتم قائما وشرعا في القراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة قال لم يجز له الرجوع لحديث المغيرة رضي الله عنه وحينئذ إذا خالف ذلك فرجع فإن صلاته كلها تبطل لأن بطلان بعض الصلاة يبطل كلها إذا كان عالما بالحكم ذاكرا للحل وليس ساهيا وأما إذا كان ساهيا أو كان جاهنا بالحكم فلا تبطل صلاته إذا رجع ثم قال المصنف في مسألة بعدها قال وعليه السجود لذلك كله هذه عليه السجود لا تعود للجملة الأخيرة بل تعود لكل ما سبق إذن عندنا ثلاثة أحوال وكررها مرة ثانية لكي نعلم أن السجود يجب في جميع الأحوال الثلاثة الحالة الأولى أن ينهض ولا يستتم قائما ومر معنا أنه يجب عليه الرجول والحالة الثانية أنه ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكره له الرجول والحالة الثالثة أن يشرع في القراءة فيحرم عليه الرجول في الحالات الثلاثة جميعا سواء رجع أو لم يرجع في الحالة الثانية ففي جميع هذه الحالات يجب عليه سجود السهو وإذا قال مصنف وعليه هنا قوله فعليه يعني للوجوب السجود سجود السهو ويكون محله قبل السلام لذلك أي لجميع الصور السابقة حتى لو تدارك حتى لو كان الرجوع واجبا سواء رجع أو لم يرجع في الصورة الثانية كله أي في كل الصور السابقة وكذا حكم تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين وكل واجب تركه سهو ثم ذكره فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل اعتداله لا بعده نعم يقول مصنف وكذلك أي ويأخذ الحكم السابق حكم تسبيح تسبيح الركوع والسجود وقوله رب اغفر لي بين السجدتين فإذا تركها فإنها تأخذ الحكم السابق وسيرده بعد قريب قال وكل واجب تركه سهو ثم تركه ثم ذكره كل واجب تركه سهو مثل واجبات التي سبق ذكرها مثل تكبيرات الانتقال والتسميع ونحو ذلك ثم ذكره فإنه إذا كان لم يعتدل من الركن الذي بعده فإنه يجب عليه فعله وإن كان قد اعتدل من الركن الذي بعده فإنه يكون قد سقط عنه ويجب له سجود السهو وذلك قال المصنف فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله أي قبل اعتداله من الركوع وكذلك يرجع إلى تسبيح سجود قبل اعتداله من سجوده ومثله رب اغفر لي يقولها قبل أن يسجد وقوله لا بعده أي لا بعد الاعتدال العبرة بالاعتدال من الركن الذي بعده ويدلنا على أن التشهد الفرق بين التشهد والفرق بين الأركان الأخرى أن الواجبات الأخرى كما ذكر مصنف العبرة بالاعتدال من الركن الذي بعده بينما التشهد ليست العبرة بالاعتدال فقط بل لا بد من الشروع في القراءة فيه وعللوا ذلك قالوا لأن الاعتدال ليس مقصودا لذاته الاعتدال والقيام ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لأجل القراءة فهو مقصود لأجل القراءة هكذا عللوا وقد ذكر في المبدع وغيره محاولة الفرق غير الذي ذكرت فيما يتعلق في الفرق بين الواجبات إذا الواجبات كلها إذا اعتدل في الركن الذي بعدها سقطت إلا التشهد فلا بد أن يعتدل ويستوي قائما ثم يشرع بالقراءة طبعا أيضا هناك وجه آخر يمكن للتفريق أن جميع الأركان غير التشهد يكون انقضاؤها ب ليس فيها ركن قولي إلا هذا هو الركن الذي فيه ركن قولي وهو قراءة الفاتح والباقي ليست أركانا وإن ترك ركن لا يعلم موضعه بنى على الأحواط فلو ذكر في التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم من الأولى أم من الثانية جعلها من الأولى وأتى بركعة نعم هذه الصورة يتداخل فيها نقص مع شك هي ليست شكا محظا وإنما هي نقص في الحقيقة مع الشك فهو متيقن ترك الركن ونقص ركن من الصلاة أو من الركعة ولكنه شك والشك له صورتان أورد المصنف الصورة الأولى ثم سيولد بعدها المصنف الصورة الثانية الصورة الأولى أن يتيقن ترك الركن ولكنه يكون ويتيقن عين الركن الذي تركه كذلك ولكنه يكون شاكا في موضع ذلك الركن أهو من الركعة الأولى أم من غيرها وهكذا والصورة الثانية التي ستأتي في كلام المصنف أن يتيقن ترك ركن لكنه يشك في عينه إذن الأولى يتيقن ترك الركن ويعلم عينه لكن يشك في موضعه والثاني يتيقن ترك ركن لكنه يشك في عينه نبدأ في الصورة الأولى وهو إذا تيقن الركن وتيقن عينه وشك في موضعه قال المصنف وإن ترك ركن يعني يعلمه فيكون متيقنا الترك ومتيقنا العين قال لا يعلم موضعه هذا هو الشك الشك في الموضع ومعنى كونه لا يعلم موضعه فلا يعلم أهو من الركعة التي هو فيها أم من ركعة السابقة وهكذا قال المصنف بنا على الأحوط ثم ذكر أمثلة للبناء على الأحوط فقال فلو ذكر في التشهد يعني الأول أو الثاني أنه ترك سجدة لا يعلم هل هذه السجدة من الأولى أي من الركعة الأولى التي تركها أم من الثانية جعلها من الأولى لأنه لو جعلها من الثانية فإنه سيسجد سجدة ثانية ويكمل لكن لو جعلها من الأولى حكمنا ببطلان ركعة كاملة حينئذ يقول المصنف أتى بركعة وهذا هو الأحوط لأن فيه زيادة في الفعل وفيه إتيام بركعة بينما لو جعلها من الثاني فإنه سيأتي بسجدة وهذا معنى قوله الإتيام بالأحوط ثم ذكر مثال آخر وإن ترك السجدتين لا يعلم من ركعة أو من ركعتين سجد سجدة وحصلت له ركعة نعم قال المصنف وإن ترك سجدتين لا يعلم من ركعة هاتين السجدتين أو هما من ركعتين قال سجد سجدة محل قوله سجد سجدة أي إذا كان تذكره لها في التشهد قبل أن يشرع بالقراءة في الركعة التي بعدها أو نقول كذلك لو كان قد تذكرها وهو قد استتم قائما قبل أن يشرع بالقراءة كما سبق قال وحصلت له ركعة أي صحت له ركعة من هاتين الركعتين ثم يعيد الركعة الثانية لأنه حينما شك في هاتين السجدتين لا يدري أهم من ركعة واحدة أم من ركعتين نبني على الأحوط أنها من ركعتين فيأتي بسجدة ليصحح الركعة الأخيرة ونحكم بوطلان الركعة الأولى نعم وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الثالثة لغة الأولتان نعم قوله وإن ذكره أي وإن ذكر الركن المتروك الذي شك في موضعه ولم يكن تذكره في التشهد وإنما تذكره بعد شروعه في قراءة الثالثة أي في القراءة الواجبة من الركعة الثالثة قال لغة الأولتان سواء في المثال الأول أو في المثال الثاني نعم وإن ترك السجدة لا يعلم من أي ركعة أتى بركعة كاملة نعم قال وإن ترك سجدة واحدة فقط ولا يعلم من أي ركعة ترك هذه السجدة فإنه يأتي بركعة كاملة لأن له حالتين إما أن يكون من الركعة الحالية فيأتي بسجود واحد فقط وإما أن يكون من السابقة فنحمله على الأحوط وهو أن يأتي بركعة كاملة ولو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط أيضا نعم هذه الصورة الثانية من الشك وهو أن يكون الشخص متيقنا في ترك ركن لكنه شاك في عينه ومعنى قوله ولو جهل عين الركن المتروك يعني أنه شك أهل ترك سجودا أم ركوعا أم قراءة أم نحو ذلك من أركان التي فعلها فهو عالم أنه قد ترك ركنا واحدا لكنه شك أو نسي أو جهل وهذه المعنى الثلاثة تؤدي معنا واحدا هنا في هذا الموضع عين ذلك الركن المتروك قال المصنف بنى على الأحوط أيضا يعني أنها تأخذ حكم السابقة في الجملة في القاعدة أنها البنى على الأحوط عندي هنا بس فائدة في قضية صياغة الجملة عبارة المصنف هنا بنى على الأحوط بينما عبارة صاحب المنتهى وصاحب الغاية قال عمل بأسوأ التقديرين تعبير صاحب المنتهى والغاية هي عبارة صاحب المحرر المجد بن تيميه وعبارة المصنف بنى على الأحوط هي عبارة ابن تميم في مختصره وابن تميم من تلميذ المجد وبعد المجد جاء بعده ربما فالمقصود أنه بعد المجد واستفاد منه وبناء على ذلك ربما لأنه شك في تتلمذ ابن تميم على المجد لكن قيل ذلك أنه تلميذ يا أما أن يكون تلميذا له أو هو شيخ شيخه المقصود أن هاتين العبارتين أخذ بأسوأ التقديرين أو بنى على الأحوط معناهما واحد المعنى فيهما واحد ولكنها اختلاف عبارة ثم ذكر أمثلة في من ترك ركنا يقينا لكنه شاك في عينه نعم تفضل فإن شك في القراءة والركوع جعله قراءة يعني شك هل ترك قراءة الفاتحة يعني قراءة الفاتحة لأنها ركن أو هل ترك الركوع هو لا يعلم أي الركن الذي ترك قال المصنف جعله قراءة جعل المترك قراءة لأنه هو السابق فحينئذ يرجع إلى القراءة فيأتي بها ويأتي بما بعدها وهو الركوع نعم المثال الثاني وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا نعم وإن شك هو يعلم أنه قد تركت ركنا لكن لا يعلم هل هذا الركن الذي تركه هو الركوعا من السجود فقال المصنف جعله ركوعا لأنه الأحوط فحينئذ يأتي بالركوع ويأتي بما بعده من القيام أو الاعتدال من الركوع ثم السجود بعدها نعم فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة نعم يقول المصنف فإن ترك آيتين متواليتين يعلم أنه ترك آيتين ولكن لا يعلم هل آيتين التي تركهما من ركعة واحدة أو من ركعتين لكنه يعلم أنه ترك آية تريها آية أخرى هنا لم نأخذ بقاعدة الأحوط ولا بأسوأ التقديرين وإنما قدمنا الظهر وهذه قاعدة الحقيقة من القواعد الكبرى التي توسع إبن رجب في إرادها وهي قضية تعارض الأصل مع الظهر إن القاعدة العامة مع الظهر أو الأصل بمعنى المستصح بالحكم الأول فالأصل فيها تقديم الأصل وأحيانا يقدم الظهر على الأصل ولا يكاد باب من أبواب الفقه إلا ويرد فيه تعارض الأصل والظهر فغالب ما نقدم الأصل وأحيانا نقدم الظهر ولها قواعد أسهل قاعدة تضبطها أن يكون الظهر قويا هذه أسهل قاعدة وإن كانت ليست دقيقة جدا بالنسبة القوة مختلفة من شخص لآخر وهنا لما كان قد علم أنه قد ترك آيتين متواليتين مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالظاهر أن الشخص لا يترك آيتين متواليتين إلا في قراءة واحدة لا يترك الآية الأولى من الركعة الأولى ويترك الآية الثانية من الركعة الثانية فالظاهر هنا مقدم على القاعدة العامة والأصل نعم وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين نعم وإن لم يعلم تواليهتين الآيتين فإنه في هذه الحالة يجعلها من ركعتين لأنه لا يوجد هنا ظاهر فيقدم للأحوط أو بتعبير صاحب المنتهى تبعا للمحرر يقدم أسوأ التقديرين ولكن كأن لفظة الأحوط الأحوط ألطف عفوا ألطف من عبارة الأخرى قال جعلهم من ركعتين ما معنى قوله جعلهم من ركعتين فيرجع إلى تلك الآية التي نسيها فيقرأ تلك الآية وما بعدها ويأتي بجميع الأركان التي بعدها لأن كل الأركان بعد الفارحة تكون باطلة ويعيد الركعة الثانية كلها نعم فصم من شك في عدد الركعات بناع للقيام نعم هذه السبب الثالث والأخير من أسباب سجود السهو وهو الشك إذ تقدم في أول كلام مصنف أن أسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة وعقد لها فصلا والنقص وعقد له فصلا ثم الآن أورد الشك والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الشك عند النظر في حقيقته فإنه يعود إلى النقص لأن غالبا من شك في شيء فإنه يبني على اليقين واليقين هو الأقل فكأنه نقص ولكن أفرد الشك لأن له أحكاما خاصة فإن كل نقص يكون موجبا لسجود السهو بينما الشك ليس موجبا لسجود السهو في كل حال وسيأتي في تفصيل كلام مصنف ولذا ذكر صاحب المنتهى في أول هذا الباب أن موجبات سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك في الجملة وقول صاحب المنتهى والشك في الجملة أظن ذكرت لكم في درس الماضي أن الجار والمجرور متعلق بالأخير فقط هذا الذي صرح به صاحب شرح المنتهى لشرح كتابه هو لكن جاء بعض المحشين المتأخرين فقالوا لا إن قوله في الجملة يعود للثلاثة الزيادة والنقص والشك المقصود أن الشك في الجملة لأن له صورا لا يكون فيها سجود سهو ولا يلزم التدارك قول المصنف من شك عبارة الشك تطلق بإطلاقين الإطلاق الأول هو التردد الذي يكون مستويا وهذا يمر معنا كثيرا في كتب الأصول فإنهم يقولون اليقين يقابله الشك الذي يستوي فيه الطرفان ويقابله كذلك الظن الذي يكون فيه أحد الطرفين مترجحا على الآخر وإذا نظرنا للطرف الآخر المرجوح فإن نسميه وهما ولا نسميه شكا فالشك عند الأصولين إذن هو استواء الاحتمالين فيكونان مستويين نسبة خمسين بالمئة وخمسين بالمئة وهذا الاستعمال ليس مرادا عند الفقهاء أبدا إذ الشك عند الفقهاء في جميع الأبواب التي يرد فيها الشك مرادهم مطلق التردد وبناء على ذلك فيدخل فيه الشك بمعنى الظن وبمعنى غلبة الظن وبمعنى استواء الطرفين في الاحتمال وقد يدخل فيه أحيانا التوهم الضعيف إذن هنا عبارة المصنف من شكا هذا مصطلح الفقهاء وهو التردد بين الفعلين أو بين الحالين الفعل وعدمه سواء استويا في الاحتمال أو قوية أحدهما على الآخر فإنه في كل الأحوال يسمى شكا بدأ المصنف في أول صور الشك وهو الشك في عدد الركعات فقال من شك في عدد الركعات بنا على اليقين عبارة المصنف ببنى على اليقين لأن هذا موافق للحديث حديث بمسعود رضي الله عنه بنى على ما استيقا والمراد بالبناء على اليقين هو الأخذ بالأقل أو بالعدم فمن شك في عدد الركعات أخذ باليقين الأقل من عددها ثلاثا إن كان شك بين الثلاث والأربع أو شك في الفعل وعدمه فنأخذ العدم وهو عدم العلم وهو عدم الفعل إذن فقوله بنا على اليقين إما عدم الفعل أو الأقل من عدد الركعات ونحوها قول المصنف ولو إماما أي ولو كان الشاك إماما وهنا قول المصنف ولو إشارة لخلاف قوي في المسألة سيورد المصنف بعضه وسأذكر خلافا آخر أو رواية ثالثة بعده لأن الخلافها قوي جدا وقد تكون الفتوى على الرواية الثالثة إذن المقصود قوله ولو هنا إشارة لخلاف قوي جدا ومراده ولو كان الشاك إماما نعم ثم ذكر الخلاف في قوله ولو إماما نعم تقضى وعنه يبني إمام على غالب ظنه إن كان المؤموم أكثر من واحد وإلا بنا على اليقين اختاره جمع طيب هذه هي التي أشار إليها المصنف وهي الخلاف القوي في المسألة هناك رواية قوية جدا في المذهب ذكر المصنف أنها اختاره جمع وسأورد من ذكر بذلك من من أورد ذلك من المتقدمين والمتأخري قال وعنه يبني إمام على غالب ظنه لأنه جاء في حديث بسعيد أنه يبني على ظنه يبني على ظنه ثم يسجد سجود السهو بعد سلامه فإعمالا لحديث أبي سعيد فإن الإمام إذا كان له غالب ظن فإنه يعمل به إذن قوله يبني إمام تعبير المصنف بالإمام يدل على أن هذا الحكم خاص بالإمام لا بالمنفلد وسأرجع له عندما أذكر الشروط على غالب ظنه عبارة المصنف على غالب ظنه نأخذ منها عدد من الأحكام المهمة الحكم الأول أن الإمام إنما يبني على غالب ظنه إذا كان له غالب ظن وأما إذا لم يكن له غالب ظن بل استوى عنده الأمران فهنا وجها واحدا عند هؤلاء الذين يرون أن للإمام أن يبني على غالب ظنه ليس له أن يبني إلا على اليقين لعدم وجود غالب ظن وهذه يجب أن ننتبي له أنه يبني على غالب ظنه إن كان له غالب ظن هذه واحدة الأمر الثاني تعبير المصنف هنا على غالب ظنه أخذها من صاحب صاحبي التنقيح والتنقيح ذكرته أضمن قديما في هذا الدرس أو في غيره أن النسخ النسخ التي بخط مصنفه قد اختلفت فكان يصحح فيها ويزيد إلى آخر حياته وقد وجد في بعض نسخ التنقيح غالب ظنه وفي بعضها ظنه وكذا المتأخرون فبعضهم يعبر بالظن وبعضهم بالغلبة وعلى العموم فإن من عبر بظنه مراده غالب ظنه لا مطلق الظن والقاعدة كما ذكرها صاحب المبدع أن كل موضع يقال فيه يبني على ظن أغلبة ظنه أو ما في معناها فإن المراد بذلك حيث وجدت قارينة تدل على الظن ليس المراد بالظن مجرد الحدس بل لابد أن تكون هناك قارينة مثل طول وقت صلاته فلو لم يدري أصلى ركعتين أم ثلاثا يعلم أنه في الركعة يأخذ مثلا خمس دقائق فنظر أو نعرف الوقت فإذا به قد أخذ عشر دقائق فيبني على غلبة ظنه وهي الركعات الأربع أو من القراء أن ينبهه شخص واحد بجانبه أو ينبهه من ليس بمكلف ومر معنا أن المميز لا يعتبر تكليفه لكنه قرينة وهكذا من القراء التي قد يستدل بها ويستأنس بها في البناء على غلبة الظن ومن صور البناء على غلبة الظن المسبوق الذي لا يدري كم فاتته فينظر إلى من عن يمينه وعن شمال فإذا كلاهما قد فاتته ركعتان أو أحدهما لا نقول اثنان خلنا نقول أحدهما فاتته ركعتان فحينئذ يبني على غلبة ظنه متابعة للفعل تذكرون عندما تقول هل يقتدي بفعل غيره أم لا هذه مثلها وهكذا نعم إذن هذا معنى قوله غالب ظنه وقد أجاد المصنف اختيار عبارة الغالب لأن من أطلق الظن مراده بالغالب وهي نسختان موجودتان في التنقية المسألة الأخيرة في قوله ويبني إمام على غالب ظنه هنا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الجواز فيكون الإمام مخيرا إما أن يبني على غلبة الظن فيعمل بحديث أبي سعيد وإما أن يبني على اليقين فيكون قد عمل بحديث ابن مسعود فهو مخير في الحالته على سبيل التخيير لكن الفرق بينهما أنه إن عمل بحديث أبي سعيد في البناء على غالبة الظن يكون سجود السهو بعد السلام وإن بنى على اليقين فيكون سجود السهو محله قبل السلام على سبيل الندف طبعا في الحالته قال المصنف إن كان المأموم أكثر من واحد هذه الجملة تدلنا على أنه إن كان المأموم الذي معه واحدا فقط فإنه لا يبني على غالب الظن وإنما يبني على اليقين يقينه هو لأنه لا يلزمه الرجوع لهذه المسألة طيب عندنا هنا تعليل قبل أن أرجع للشروط لما خص ذلك بالإمام قالوا نخص ذلك بالإمام لأن بناءه على غالبة الظن لوجود قرينة والقرينة هو أن خلفه اثنين فأكثر ولم ينبهه على زيادته أو نقصه الذي ظن خلافه فحينئذ تكون غالبة ظنه متقوية بالمأمومين الذين خلفه وليست هذه القرينة موجودة في غيره لكن من توسعه الرواية الثالثة فيتوسع حتى في المأموم ويقول إن له قراء طيب قال المصنف وإلا قوله وإلا يعود المسألتين السابقتين أو نقول نعم وإلا يعود المسألتين السابقتين الأولى في قوله إن كان إماما أي وإن لم يكن إماما بأن كان منفردا فليس له أن يبني إلا على اليقين فقط أو وإلا إن كان ليس معه إلا مأموم واحد فقط فيجب عليه حينئذ أي الإمام أن يبني على اليقين إذن هذه الرواية التي نقلت عن أحمد يجوز البناء على غلبة الظن بشروط الشرط الأول أن يكون الذي يبني على الظن إمام ويخرج المأموم المفرد الشرط الثاني أن يكون له غلبة ظن الأمر الثالث أن يكون خلفه إثنان فأكثر فإذا اختل واحد من هذه الأمور الثلاث فإنه ليس له أن يبني إلا على اليقين فقط قال المصنف اختاره جمع ممن اختار هذه الرواية من المتقدمين الخرقي ومكانة الخرقي عالي جدا ولا شك فإنهم عنيوا بنصوص أحمد ممن جزم به من المتأخين الذين عليهم العمدة الموفق في المقنع وهو المقدم من كتبه الثلاثة فقد ذكر أن هذه الرواية هي ظاهر المذهب وذكر ابن أبي عمر أن هذه الرواية هي المشهورة عن الإمام أحمد وجزم بها كثير من العراقيين من الحنابلة فصاحب الوجيز جزم بها وجزم بها البهاء البغدادي المتوفسن التسعمائة من المتأخر الحنابلة في العراق فأخذ بها في شرحه للوجيز فهذه الرواية جزم بها كثير من أصحاب الإمام أحمد وهي في غاية القوة لذلك لا يكاد إلا وتذكر في كثير من المختصرات بقي الرواية الثالثة فقط أذكرها للفائدة وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن البناء على غلبة الظن ليس له إلا قيد واحد أن يكون للمصلي غلبة ظن فيدخل في ذلك الإمام والمنفرد ويدخل في ذلك الإمام إذا كان معه مأموم واحد أو معه أكثر من مأموم واحد ولعل المعنى في ذلك وليس الاستدلال بالنص ولكن المعنى في ذلك ما ذكرته قبل قليل أن غلبة الظن التي تقوى للعمل به هل تتحقق بغير الثنين يكونان خلف الإمام أم لا هذا الذي أشرت إليه قبل قليل نعم ويأخذ مأموم عند شكه بفعي إمامه إذا كان المأموم الثنين فأكثر نعم يقول المصنف المأموم إذا شك بل يتكلم عن شك المأموم وحده بغض النظر عن شك الإمام يقول الشيخ ويأخذ مأموم عند شكه عبر المصنف بشكه لأن المأموم إذا جزم بشيء فوجب عليه أن يعمل بجزمه ويقينه ولو قام الإمام أو ترك ركعة ونحو ذلك إما زاد الإمام ونقص فيجب أن يعمل بيقينه وتقدم قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه فيأخذ بما يفعله الإمام في الزيادة والنقص إذا كان المأموم إثنين فأكثر وأما إذا كان المأموم واحدا فقط فسيأتي مفهوم هذه الجملة في كلام المصنف إن شاء الله وفي فعل نفسه يبني على اليقين قول المصنف وفي فعل نفسه أي وفي فعل نفس المأموم يبني على اليقين ومتى يكون فعله المراد بفعل نفسه مثل عندما نقول إذا انفتل بعد الصلاة وكان مسبوقا بركعة أو بركعتين فإنه يبني في هذه الأحوال على اليقين ولا يبني على غلبة الظن فبدأ يتكلم الآن في قضية الشك في فعل نفسه أمثلة لقضية من شك في فعل نفسه فلو شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعلها في الثانية نعم يقول له أن المأموم دخل مع الإمام ولا يدري هل دخل معه في الأولى أو الثانية فإنه يجعلها الثانية فيلزمه أن يقضي ركعة ومن باب أولى من شك هل دخل مع الإمام في الثالثة أو في الرابعة أنا أقول يجعل يعتبر أنه قد دخل في الرابعة فحينئذ يقضي ثلاث ركعات هذا المثال الثاني ولو أدرك الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة نعم يقول المثال الثاني في من يشك في فعل نفسه لو أدرك الإمام راكعا لو أن المأموم دخل مع الإمام والإمام راكع ثم شك بعد تكبيره أي بعد تكبير المأموم للإحرام هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة سورة ذلك نحن نعلم أن من دخل مع الإمام راكعا فإنه تصح صلاته ويجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يهوي إلى الركوع والتكبير للركوع مستحب وليس بواجب كما مر معنا إذ هذا الواجب يسقط ويتداخل مع تكبيرة الإحرام وهذا مر معنا قبل درس أو درسي وحينئذ نقول فمن كبر تكبيرة الإحرام وبعد التكبير هوى ثم بعد ذلك شك هل وصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام من الركوع أم بعد ذلك إذ يعرف أن الركوع صحيح بوصول يعني ركوع المأموم صحيح وأنه أدرك الركعة بوصول يدي المأموم إلى ركبتيه قبل رفع الإمام من ركوعه ويعلم المأموم أن الإمام رفع من ركوعه إما بنظره إليه فرآه شرع في الرفع فيكون قد ترك الركوع وبدأ في الرفع منه أو بسماعه لما يقال حال الرفع هو التسميع بأن يقول سمع الله لمن حمده فإن الأصل أن التسميع يكون بين الركنين كما نعلم جميعا فالأصل أن الإمام لا يقول التسميع إلا وقد ترك الركوع وشرع في الرفع منه فلو شك هل وصلت يديه إلى ركبتيه قبل لفظ التسميع أو قبل شروعه في القيام يقول المصنف نعم ثم شك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة لم يعتد بتلك الركعة طبعا هنا عبر المصنف باب الفائدة قال شك بعد تكبيره للإحرام أما لو كان الشك قبل تكبير الإحرام فهو باب أولى وأحرى هذا لا شك يعني أنه أوضح هذا بعد لأن تكبيرة الإحرام تدخل فيها تكبيرة انتقال وبقي فقط الهوي حتى يصل يداه إلى ركبتيه وحيث بنى على اليقين فإنه يأتي بما بقي عليه فإن كان مأموما أتى به بعد سلام إمامه وسجد للسهو طيب يقول مصنف وحيث بنى على اليقين أي وحيث بنى المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا على اليقين وهو الأقل أو العدم فإنه يأتي بما بقي عليه من حيث نقص فإن كان مأموما أتى به أي بما بقي عليه من الأمور التي بنى على اليقين بعدمها بعد سلام إمامه وسجد للسهوي ويسجد للسهوي بعد فعل الأمور التي فاتته وبنى على اليقين في تركها وإن كان المأموم واحدا لم يقلد إمامه كما لم يرجع عليه الصلاة والسلام لقول ذي اليدين نعم هذه مفهوم الجملة الأولى التي أوردها المصنف قال ويأخذ مأموم لو تنظر للصلاة الأول قلت لكم قبل قليل ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه إذا كان المأموم إثنين فأكثر مفهومها إن كان واحدا ماذا يفعل قال وإن كان المأموم واحدا وشك ذلك المأموم الواحد بفعل إمامه بفعل إمامه هل صلى سجدة أم سجدتين هل ركعة أو ركعتين قال لم يقلد إمامه كما لم يرجع عليه الصلاة والسلام لقول ذي اليدين وقد بيّن الإمام أحمد أن حديث اليدين هو أصل في باب سجود السهو ويبنى عليه أحكام كثيرة ومن الفقه الذين ألفوا مجلدا كبيرا في شرحه صلاح الدين الخليل بن أيبك العلائي فإنه قد ألف مجلدا في جمع الفوائد من حديث اليدين طبع قديما في العراق في السبعينات ثم قال ويبني على اليقين ولا يكون آخذا بفعل إمامه وإنما يبني على اليقين وبناء على ذلك فإذا شك في أمر فعله إمامه أم لا فيبني على اليقين ولا يبني على غلب الظن ولا يتبع إمامه لكن إذا سلم الإمام لم يسلم معه وإنما يأتي بما شك فيه في تركه وغالبا ما يكون ركعة كاملة لأنه تركها ركوعا أو سجودا أو قراءة فيأتي به ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ولا نقول إنه أي المأموم ينفتل عن الإمام وينفرد والسبب أنه ليس متيقنا بطلان صلاة إمامه وإنما هو شاك الذي ذكر مر معنا في الدرس الماضي إذا تيقن بطلان صلاة إمامه وجب عليه أن ينفصل ويكمل صلاته وحده هنا لا لأنه شاك فإنه يستمر معه إلى أن يسلم من صلاته ثم يبني على اليقين فيما شك فيه ولا أثر لشكه بعد سلامه نعم هذه مسألة قاعدة مهمة جدا من قواعد الشرع وهو أن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به فمن شك في زيادة أو شك في نقص بعد انتهاء الصلاة أي بعد السلام وإذا كعبر مصنف بعد سلامه فإنه في هذه الحالة لا عبرة به لا أثر له فلا يجب تدارك ما فات والبناء على اليقين ولا يجوز البناء على غلبة الظن كذلك ولا يكون أيضا فيه سجود سهو لأن الشك إنما طرأ بعد السلام لا قبله وهو بعد انتهاء العبادة إذن يمكننا أن نقول إن الشك باعتبار وقت طروقه ينقسم إلى قسمين القسم الأول قبل انتهاء العبادة كاملة أي قبل السلام هنا عبر بعد السلام والحالة الثانية أن يكون بعد انتهاء العبادة وهو بعد السلام في الصلاة أو بعد سائر العبادات كما سيأتي بعد قليل الإشارة له فإن كان بعد انتهاء العبادة فلا أثر له لا عبرة بالشك الطارق وإن كان قبله فإنه قد يكون مؤثرا في الجملة كما عبر صاحب المنتهى قول مصنف لا أثر لشكه أي لشك المصلي سواء شك في ترك ركعة أو ركوع أو سجود أو ترك ركن أو واجب قولي أو فعلي وهكذا قوله بعد سلامه أي بعد سلامه وانقضاء صلاته كلها وهذه نستفيد أن من شك في الركعة الأولى وهو في الركعة الثانية أو الثالثة فإن شكه يكون معتبرا ومر معنا المثال في من شك في ترك سجودين من ركعتين سابقتين أو لا يدري أي ركعتين ترك فيها السجود ويشمل جميع المصلين إماما ومفردا ومأموما وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراغها نعم قال المصنف وكذلك سائر العبادات إذا شك فيها بعد فراغها فإنه لا يلتفت إليه مثل من شك في طوافه فلا يدري هل طاف ستا أم سبعا لا عبرة به من شك في رمي الجمار لا يدري هل رمى ستا أو سبعا وعلى ذلك نحمل حديث بسعيد في رمي الجمار حينما قال رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن من يرى أنه قد رمى سبعا ومن من يرى أنه قد رمى ستا نقول هذا محمول على شكهم بعد انقضاء العبادة أما لو شكوا في أثناء رمي الجبار فإنه نقول يلزمه أن يزيد حتى يتيقن رمي سبعا هذا توجيه الفقه والجمهور لحديث الذي أوردت لكم قبل قليل ومن شك في ترك ركن فهو كترك نعم هذا النوع الثاني يعني الشك أو قبل أن أذكر النوع الثاني الشك في الصلاة ذكر المصنف خمس صور له الصورة الأولى أن يشك في ترك ركعة كاملة وهذه سبق قبل قليل أن من شك في ترك ركعة فهو كمن تركها كاملة يبني على اليقين إلا أن يكون إماما على رواية فيبني على غلبة الظن إذا كان خلفه الثنين الحالة الثانية أن يشك في ترك ركن الحالة الثالثة أن يشك في ترك واجب الحالة الرابعة أن يشك في زيادة وتشمل زيادة ركن وواجب وركعة لأن الشك في نقص وترك الركن والواجب يختلف الحكم فيهما بينما في الزيادة يتفق الحكم الشك في زيادة الركن والشك في زيادة الركعة والواجب الحالة الخامسة أن يشك في السهو يشك هل سها في الركعة السابقة أم لم يسهو هذا ما سيذكره المصنف مر معنا قبل قليل أن من شك في ركعة فإنه يبني في اليقين في الجملة هنا قال ومن شك في ترك ركن فهو كتركي أي كمن تيقن تركه لأن اليقين عدم فعل الركن فيبني على اليقين هناك بالبناء على أقل الركعات وهنا يبني على اليقين بالعدم وحينئذ فهو كمن تركه فيأتي بذلك الركن وما بعده ما لم يشرع في القراءة من الركعة التي بعدها فإنه يعيد الركعة كلها نعم ولا يسجد لشك في ترك واجب نعم هذه قاعدة مهمة جدا كل من شك في ترك واجب فإنه لا يشرع له سجود السهو إذ سجود السهو إنما يكون لترك الواجب لا للشك فيه فهنا يجب أن تنتبه لهذه المسألة إذن الحالة الثانية الشك في ترك الواجب ليس له سجود سهو لا يشرع له وحيث قلنا لا يشرع له فمن سجد لشكه في ترك واجب فإن صلاته باطلة صورة ذلك من كان في التشهد فشك هل سبح في ركوعه أو سبح في سجوده أو قال رب اغفر لي في الجلسته بين السجدتين فنقول لا سجود سهو عليك ومن سجد بطرة صلاته إن كان عالما ذاكرا للحكم إذن هذا معنى قوله ولا يسجد لشكه في ترك واجب ترك الواجب الشك فيه بعد انقضاء العبادة لا أثر له لكن لو شك في محله يجب أن ننتبه لهذا القيد إن شك في ترك الواجب في موضع الفعل شك وهو في السجود هل سبحت قبل قليل نقول لا يجب أن تتداركه لأن هذا موضعه وتسبح أو تقول رب اغفر لي وهكذا من الواجبات نعم ولا لشكه هل سهى في أو في سجود نعم قوله ولا لشكه هل سهى هذا النوع الرابع من الشك وهو نعم الشك الرابع النوع الرابع الشك في السهو هل سهى أم لا وما معنى ذلك يشك المرء في صلاته هل وجد سهو فيها أم لا هل سهوت ليس شك في الترك هل يعني 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 يكون شاكا هل سهوت في الركعات السابقة أم لم أكن قد سهوت وبنيت على اليقين ليس مجرد الشك في النقص لا يقول هل سهوت وبنيت على اليقين فيها أم ليس كذلك وفي معنى ذلك آه إذا سهى في صلاته ولم يعلم هل سهوه هذا يوجب سجود السهوي أم لا يوجب له فهنا بما أنه لا يعلم هل سهوه موجب أو ليس بموجب فإنه لا يسجد له كذلك نعم أو أو في زيادة نعم هذا الصورة الخامسة من الشك وهو الشك في الزيادة كل من شك في صلاته أنه زاد فيها شك أنه زاد ركعة في التشهد قال أنا شاكل صلت أربعا أو خمسا أو شك زاد ركنا هل ركعت ركوعين أم ركوعا واحدا أو شك في زيادة واجب هل يعني تشهد أكثر من تشهد ونحو ذلك فكل من شك في زيادة في صلاته فلا يشرع له سجود السهو الشك في الزيادة لا يشرع له السجود مطلقا ومن سجد له بطلت صلاته لأنه فعل ما ليس بمشروع إله نعم إلا إذا شك فيها وقت فعلها نعم يعني إلا إذا شك في الزيادة في وقت الفعل فإنه في هذه الحالة يسجد مثلا هو الآن في السجدة الثانية شك هذه الثانية أم الثالثة مدام شكك في وقت الفعل الذي تشك أنه زائد عن الصلاة فإنه في هذه الحالة يسجد له ولا لشكه إذا زال وتبين أنه مصيب فيما فعله نعم هذا يتعلق بالشك في أثناء الصلاة إذا زال وتبين له أن شكه لا أثر له فيقول إنه إذا شك في صلاته ثم زال شكه وتبين أنه مصيب فيما فعله فإنه لا يسجد كذلك ولو شك هل سجد ليس سهوي أم لا سجد نعم كذلك لأن هذا داخل في البدل ليس له بدل فمن كان في صلاته وشك هل الآن قبل قليل سجدت أم لم أسجد فنقول يسقط عنك السجود نقول نعم يسجد لأن عفوا يسجد لأن هذا السجود هو واجب فالشك في تركه كذلك نعم يمكن تداركه نعم لأنه يمكن تداركه لأنه يمكن تداركه وهذا محله نعم وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه نعم هذا بدأ يتكلم المصنف عن الحالات التي يسجد فيها المأموم للسهو يقول المصنف وليس على المأموم سجود سهو وهذه مطلقة تفيد كما ذكر الشيخ منصور أن المأموم لو فعل أي فعل يجب سجود السهو فإنه لا يسجد له سواء كان هذا السجود مما يكون محله قبل السلام أو مما يكون محله بعد السلام فما دام مع الإمام فإنه لا يسجد سجود السهو إلا في استثناءات أورد المصنف بعضها أولها إلا أن يسوى إمامه فيسجد معه نعم هذه الصورة الأولى قال إذا سجد إمامه فيسجد معه أي يسجد المأموم معه سواء كان المأموم قدسها أو لم يسهو نعم ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو مسبوقا يقول يسجد معه المأموم ولو لم يتم التشهد أي ولو لم يتم المأموم التشهد فإنه يسجد معه ثم يتمه أي يتم التشهد بعد سجوده مع الإمام سجود السهو ثم يسلم إذا كان غير مسبوق وإن كان مسبوقا كذلك يفعل هذا الشيء وذلك قال ولو مسبوقا أي ولو كان المأموم مسبوقا تعبير المصنف هنا ولو في الجملة الأولى ولو لم يتم التشهد بناء على أن ما ذكره هو المعتمد وقد ذكر صاحب الانصاف أن ما ذكره هنا المؤلف هو الصحيح من المذهب وذكر خلافا أنه نقله عن ابن تميم في مختصره أن المأموم يتم التشهد ولا يتابع الإمامة في السجود السهو ثم إذا أتم التشهد سجد بعده سجود السهو سواء كان سهو إمامه فيما أدركه معه أو قبله أو قبل دخوله معه إذا كان مسبوقا وسواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده نعم فيجب متابعته في كلا الحالتين فلو قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه وإن شرع في القراءة لم يرجع نعم يقول المصنف فلو قام بعد سلام إمامه تعبير المصنف لو قام بعد سلام إمامه لها صورة الصورة الأولى أن يكون المأموم مسبوقا فيقوم للركعة الفائتة والصورة الثانية أن يكون المأموم غير مسبوق فيقوم من صلاته يخرج مثل سرعان الناس وذلك عبر بقام ولم يقل قام إلى الركعة لكي يشمل الصورة قال فلو قام بعد سلام إمامه وكان الإمام سيسجد سجود سهو بعد السلام ونحن قلنا إنه يجب أن يسجد معه قال رجع أي رجع فجلس ثم سجد معه سجد السهو قال رجع فسجد معه وهذا الرجوع وجوبا عندهم سواء كان قام لركعة بأن كان مسبوقا أو غير مسبوق ثم قال مصنف وإن شرع في القراءة بأن كان مسبوقا وشرع في قراءة الركعة التي فاتته لم يرجع بل ذكروا أن رجوعه حرام عليه إن كان قد شرع في القراءة وأما إذا لم يكن قد شرع في القراءة وإنما استتم قائما فإنه يكره قالوا لأنه ملحق بما جاء في حديث المغيرة في من ترك التشهد الأول وإن أدركه في إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه فإذا سلم أتى بالثاني ثم قضى صلاته نصا نعم يقول الشيخ وإذا أدركه يعني أن المأموم دخل مع الإمام في إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه يعني المأموم مسبوق بالركعات كلها ودخل مع الإمام وهو يسجد سجود السهو في السجدة الثانية قال الشيخ سجد معه يعني يجب أن يسجد معه لأجل متابعة الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فيسجد معه السجدة الثانية للسهو التي أدركه فيها قال فإذا سلم أي سلم الإمام أتى أي المأموم بالثانية أي بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته بعد ذلك فيأتي بالسجدة الثانية لأنها تابعة للأولى ثم يأتي بما فاته إن كانت الثانية ركعتين وإن كانت ثلاثية ثلاث ركعات وإن كانت أربعية أربع ركعات قال المصنف نصا أي نص عليه الإمام أحمد وهذه مأخوذة مما نقله إسحاق بن منصور كوسج في مسائله أنه نقل لأحمد أن سفيان بن سعيد الثوري سئل عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أي يضيف إليها سجدة أخرى إذا سلم فقال إسحاق لا قال أحمد تعليقا على قول إسحاق بلى يقضي السجدة ثم يقوم فيقضي ما فاته هذا نص أحمد بعين هذه المسألة وهنا بس فائدة في قضية مسائل إسحاق بن منصور كوسج ذكروا أن إسحاق بن منصور كوسج كان قد أخذ مسائل سفيان الثوري وسأل أحمد عنها فكان أحمد يوافق سفيان وأحيانا يخالفه وهذه المسألة خالفه فيها وذلك فإن أغلب مسائل إسحاق بن منصور هي مسائل الكوفيين من أهل الحديث كما أن مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي هي مسائل محمد بن حسن الشيباني الكوفي كذلك وذلك فإن كليهما من مسائل الكوفيين التي سئل عنها أحمد بعد ذلك وإن أدركه بعد سجود السهوية وقبل السلام لم يسجد نعم هذه الحالة الثانية فيما نعم أنت نعنسينا نصرفه قال وإن أدركه بعد سجود السهوية وقبل السلام يعني دخل المأموم مع الإمام بعد سجود السهو بعدما سجد سجد السهو معا وقبل أن يسلم فإنه لا يقضيهما لأنه لم يتابع الإمام فيهما هذه هي الحالة الثانية في من دخل مع الإمام في التشهد الأخير وقد سجد سجد السهو هناك حالة ثالثة واضحة جدا إذا دخل معه قبل السجدة الأولى من السجدة السهو فيجب عليه متابعته نعم ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه نعم هذه الصورة الثانية من صور سجود المأموم للسهو فقد مر معنا صورة وهي إذا سهى الإمام فإن المأموم يسجد معه وهذه الصورة الثانية ذكر فيها المصنف قال ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا يقول إن المأموم إذا سهى فسبق إمامه بالسلام سهوا منه لا عمدا إذ العمد يبتل الصلاة قال يسجد لسلامه مع إمامه سهوا لأنه في هذه الحال يصبح كالمنفرد لو أنه فاتت ركعة أو ركعات فسلم الإمام فسلم معه سهوا لا عمدا فذكر المصنف أنه يسجد لأجل هذا الفعل إذ بسلامه هذا صار منفردا أو كالمفرد فيسجد في هذه الحال هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة قول مصنف ولسهوه معه هذه تحتاج إلى إظهار الضمائد لتفهم قوله لسهوه أي لسهو المأموم وحده دون سهو الإمام معه أي مع الإمام فيما أدركه معه إذن فقوله لسهوه أي لسهو المأموم المسبوق يجب أن نقول المسبوق إذ لو قلنا مأموم غير مسبوق لا يتصور ذلك لسهوه أي لسهو المأموم المسبوق وحده دون سهو الإمام طبعا هنا ليس معه أن الإمام قد سهى لا أن وقت سهو المأموم كان في وقت ائتمامه بالإمام لا في حال انفراده عنه وإتيانه بما سبق بما فاته نعم هذا الحالة الثالثة الحالة الرابعة وفي من فرد به حتى في من فارقه لعذر نعم الحالة الرابعة قال وفي من فرد به يعني إذا كان المأموم مسبوقا فإذا انفرد عن الإمام بركعة مثلا أو أكثر وسهى في هذه الحالة فإنه يسجد سجود السهو وقد ذكر منصور أن ظاهر قول مصنف فيما انفرد به يعني يسجد له سجد سهو قال ظاهره ولو كان سجد مع إمامه لسهوه وينبني على ذلك المسألة أنه قد يسجد المأموم ست أعف أن المأموم يجلس ست تشهدات في صلاة مغرب واحدة وصورة هذه الجلوس للتشهدات الست أن يدخل المأموم المسبوق مع الإمام في التشهد الأول فيجلس معه التشهد الأول ويجلس معه التشهد الثاني ثم بعد ذلك يقوم ليقضي ما فاته فيأتي بعد ذلك بركعة ويجلس لها التشهد الثالث فعلا وهو التشهد الأول في حقه ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويجلس للتشهد الرابع فعلا في صلاته ثم في أثناء تشهده يشك هل ترك أنه ترك سجدة من الركعات السابقة من الركعة التي انفرد بها ويعمل هنا بيقينه فيأتي بركعتين تقومان مقام هاتين الركعتين بهيئتهما فيأتي بركعة بدل الركعة التي شك فيها ويجلس للتشهد ثم يأتي بركعة أخرى ويجلس للتشهد فيتصور ست جلسات لصلاة المغرب وهذه من الصور القليلة التي تصور فيها هذا الفعل نعم نعم قال وفي من فرد به هذا إذن هذا مبني على الظاهر الذي ذكرناه قبل قديم قال حتى في من فارقه لعذر قوله في من فارقه في لعذر أي حتى المأموم الذي فارق الإمام لعذر يبيح له المفارقة سواء كان مسبوقا أو فارقه لغير ليس لكونه مسبوق بل لأجل عذر ومر معنا أن الأصل أنه لا ينفت المأموم عن الإمام إلا في حالات سبق ذكرها مثل هذه الحالات فيما لو أن المأموم تيقن خطأ الإمام فإنه يلزمه أن ينفتل ويكمل صلاته لوحده ومر معنا ما هي الحالات المستثنى التي تبطل فيها صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم وهي أربع ولا يعيد السجود إذا سجد مع إمامه سهوه وإن لم يسجد معه سجد آخر الصلاة يقول ولا يعيد أي ولا يعيد المأموم المسبوق السجود أي سجود السهوي إذا سجد مع إمامه لسهو إمامه لو أن إمامه سهى في الجزء الذي تابعه فيه ثم سجد وسجد المأموم معه ما نقول له إذا قضيت ما فاتك اسجد سجود السهو لأن هذا سجود السهو متابع لفعل الإمام ولا نقول لأنه يكون في آخر الصلاة ويلزمك أن تفعله قبل سلامك ثم قال الشيخ وإن لم يسجد معه أي وإن لم يسجد المأموم مع الإمام لعذر مثل انفتاله ما سبق من الصور السابقة مثل لو قام الإمام بعد شروعه بالقراءة وهكذا قال سجد آخر الصلاة فينفتل وحده ويسجد وحده وإن لم يسجد الإمام سهوا أو عمدا لاعتقاده عدم وجوبه سجد المأموم بعد سلامه والإياس من سجوده لكن يقول الشيخ فإن لم يسجد الإمام سهوا اعترك السجود سهوا أو عمدا لاعتقاده عدم وجوده بناء على خلاف الفقهة في بعض المسائل فكان يعتقد ويظن عدم وجوبه فإنه يقول يسجد المأموم بعد سلامه المأموم يسجد بعد السلام والإياس من سجود الإمام بأن يمر وقت أو يسمع حديث مع الإمام فحينئذ إذا أيس فإنه يسجد وحده مفهوم هذه الجملة السابقة أن الإمام لو ترك سجود السهو عمدا معتقدا وجوبه فإن له حالتين إن كان محل السجود قبل السلام فإن الصلاة تبطل للإمام والمأموم وإن كان السجود محله بعد السلام فإن الصلاة لا تبطل لا للإمام ولا للمأموم هذه أخذناها من كلام سيأتي من كلام مصنف في آخر الباب إن شاء الله يقول الشيخ لكن يسجد المسبوق إذا فرغ يعني في هذه الحالة يسجد إذا فرغ من قضاء ما فاته من الصلاة فإنه يسجد لأنه وجد الإياس من سجوده وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب نعم هذه قاعدة كلية أن كل ما يبطل عمده الصلاة سواء كانت زيادة أو نقصا أو شكا في الجملة فإنه في هذه الحالة يكون واجب أي واجب سجود السهو له نعم سوى نفس سجود سهو قبل السلام نعم هذه صورة مستثنى عمده مبطل للصلاة وسهوه لا يوجب سجود السهو قال سوى يعني هذا مستثنى نفس سجود سهو قبل السلام أي من نسى السجود قبل السلام فإنه في هذه الحال لا يبطل الصلاة عمده وسهوه لا يسجد له سجود السهو لكن قد يتدارك كان قريبا تداركه كما مر معنا ولكن إن تركه فإنه لا يسجد له سجود السهو فإنها تصح مع سهوه وتبطل بتركه عمدا نعم قوله وتبطل بتركه عمدا أي وتبطل الصلاة بترك سجود السهو الذي يكون محله قبل السلام إذن تركه هنا الضمير يعود لسجود السهو قبل السلام وهذه الجملة ذكرها المصنف استطرادا وإلا سيأتي بعد قريب التفصيل ما هو سجود السهو الذي يبطل عمده تركه وما الذي لا يبطل عمده تركه سيكررها بمعنىها بعد قريب ولا يجب السجود له نعم ولا يجب السجود لترك سجود السهو سهوا فمن ترك سجود السهو سهوا فلا يسجد له هذه التي يقولون البدل لا بدل عنه نعم قالوه المجد في شرحه والمذهب وجوب السجود نعم هذه المسألة التي ذكرتها في أول الدرس الماضي أن بعض أهل العلم جعله سببا رابعا والمصنف لم يجعله سببا وغالبهم ولكن مرعي جعله سببا وهو أوضح أن من أسباب سجود السهو الواجبة إذا لحن لحنا يحيل المعنى المراد باللحن الذي يحيل المعنى في غير الفاتحة لأن اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة يبطل الصلاة وأما في غيرها فإنه لا يحيل المعنى المقصود بالقراءة طبعا ليس في الأدعية وإنما في القراءة قراءة القرآن قال إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا قاله المجد يقول إن المجد أبو البركات في شرحه على الهداية يقول إن من تعمد أن يلحن في القراءة في الصلاة بطرت صلاته لأنه تكلم كلاما ليس من كلام الله وليس ذكرا وأما من سهى ومن جهل فلحن من غير قصد فإنه في هذه الحالة لا تبطل صلاته وليس عليه سجود سهوا هذا كلام المجد قال المصنف والمذهب والتعبير المذهب هي التي عبر بها صاحب التنقيح وهو المجزم به عند المتأخرين أو أغلب المتأخرين وجوب السجود أي يجب سجود السهو لمن لحن لحنا محيلا للمعنى سهوا أو جهلا فحينئذ يجب عليه سجود السهو إذا كان اللحن سهوا أو جهلا فقط أريد أن أبين فائدة اللحن في القراءة نوعان جلي وخفي الاستلاح أو التفريق بين الجلي والخفي هناك استلاحان استلاح علماء التجويد والأداء واستلاح علماء الفقه فأما علماء التجويد والأداء فإن مصطلحهم مختلف فيعنون بالجلي ما يعرفه كل أحد من القراء المبتدئين وغيرهم وأما الخفي فيعنون به ما لا يعرفه إلا المدقق ممن يجيد القراءة فتغيير الحركات عندهم من الجلي وغير ذلك أما الفقه فإنهم يعبرون بالجلي يقصدون به الذي يحيل المعنى والمصنف أجاد حينما عبر بأنه لحن يحيل المعنى فأتى بالمصطلح أول بالتعبير الواضح ولم يأتي بالمصطلح الذي يكون فيه اشتراك نعم بدل الآن المصنف يتكلم عن محل سجود السهو أهو قبل السلام أم بعد فقال ومحله ندبا قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص راكعة فأكثر نعم يقول مصنف ومحله المراد بمحله متى يسجد لسجود السهو وهو ليس له إلا محلا إما قبل السلام أو بعده طبعا بعد التشهد الأول وقبل السلام أو بعد السلام ثم يفعل ما سيأتي بعد تقليل ذكره أن يسلم سلاما آخر ويتشهد قبل أن أبدأ بهذا الكلام ذكر القاضي أبو يعلى أنه لا خلاف وتعبيره بلا خلاف يبدو أن قصده لا خلاف بين أهل العلم ليس في داخل المذهب فقط قال لا خلاف في جواز الأمرين معا قبل السلام وبعده وإنما النزاع والخلاف في الأفضل والأولى ما هو أولى الأمرين وأفضلهما هذا المراد لكن نقل صاحب الفروع عن الشيخ تقي الدين وتبعه جماعة أن الشيخ تقي الدين يقول يجب سجود السهوي قبل السلام في محله وبعده في محله هكذا نقله عن صاحب الفروع وفي نفسي شيء من كلام الشيخ لأن كتب الشيخ الموجودة ليس في هذا النقل بل فيها ما يدل على ما نقله القاضي أو ما صرح به القاضي وما شعر عليه الفقهة ولكن تحتاج إلى مراجعة هذه المسألة أكثر فتخطئت مثلا بالمفلح صعب جدا جدا على العموم نعم لأن هناك مسأل كان بعض المشايخ عليه رحمة الله يقول غريب هذا النقل بمفلح لما خرجت كتب الشيخ تقي الدين وضح نقله هو أن ابن مفلح كان دقيقا في نقله عليه رحمة الله وكتب الشيخ بعضها خرج وبعضها ربما لم يخرج ذكر مصنف التفصيل في الندب وهذا معنى قوله ومحله ندبا إذن المحل جائز على الوجهين في الموضعين وإنما النزاع في الندب والأفضلية قوله قبل السلام معنى قوله قبل السلام أي بعد التشاهد الأول والثاني وكذلك بعد الدعاء إن أراد أن يدعو وذكر قال قبل السلام أي قبل السلام بعد الإتيان بكل ما يقال قبله إلا صورتين مستثنيتين وهناك صورة ثالثة مر معنا قبل قلي ذكرها المصنف والحقيقة أن تلك الصورة داخلة في الصورة الأولى كما سأذكر لكم قال إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر قوله إلا في السلام إلا من سلم ظنا أنه قد انقضت صلاته قبل إتمام صلاته قبل أن تكمل صلاته إذا سلم عن نقص ركعة هنا أجاد التعبير قلت لكم المصنف أجاد في تعبيره فصرح فقال إلا عن نقص ركعة لأن بعضهم قال إلا عن نقص وسكت فأورد إشكال الوارد لكن هنا قال إلا عن نقص ركعة فأكثر فإنه حينئذ يلزمه يشرع له أن يكون سجود السهوة على السلام الدليل الحديث به هريرة ذليا دين الصريح جدا سلم ثم سجد سجود السهوة ثم سلم سلاما آخر عليه الصلاة والسلام لو تأمننا الصورة السابقة هو في الحقيقة ترك التشهد الأخير فيكون ملحق بهذه الصورة بأن يكون من ترك التشهد الأخير كاملا فإنه يلحق به الصورة الثانية نعم وفيما إذا بان الإمام على غالب ظنه إن قنا به نعم مر معنا أن الإمام على الرواية التي اختارها جمع أو المنفرد مثله على الرواية التي اختارها الشيخ تقي الدين أنه يلوز له أن يبني على غالبة ظنه إن كان له غالبة ظن فإن قلنا بإحدى هاتين الروايتين فإنه يسجد بعد سلام لحديث أبي سعيد الصريح في ذلك فبعده ندبا أيضا فبعده ندبا لا وجوبا الوجوب لسجود السهو وفي كل الحالات سجود السهو واجب لكن الندب في محله ليس الندب متجها لحكم السجود وإنما لمحله نعم وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل عرفا نعم يقول المصنف وإن نسيه أي وإن نسي السجود قبل السلام أو بعده أي كان السجود محله قبل السلام أو كان السجود محله بعد السلام نسي واحدا من هذين السجودين قال أتى به أي أتى بسجود السهو ما لم يطل الفصل عرفا يعني يجب عليه أن يأتي به ما لم يطل الفصل إذن سجود السهو من نسيه فسلم وليس في ذهنه أنه سيفعله بعد السلام إما ندبا لفعله بعد السلام أو إرادة منه لفعل غير المندوب فيجعله بعد السلام لكن سلم على أساس أنه لن يسجد سجود السهو فكان ناسيا له نقول يجب عليه أن يسجد سجود السهو إن كان واجبا عليه بثلاثة شروط الشرط الأول الذكر المصنف وهو أن لا يطول الفصل عرفا وهناك شرطان سيأتي ذكرهما أذكرهما الآن على سبيل الإجاز أن لا يكون قد خرج من المسجد والشرط الثالث أن لا يكون قد أحدث إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاث واجب عليه أن يسجد سجود السهو إذن شرط الأول أخذناه من قول المصنف أتى به ما لم يطل الفصل عرفا وتكلمنا عن ضابط الفصل وأنه عرفي نعم ولو ولو انحرف عن القبلة أو تكلم نعم نقول ولو انحرف عن القبلة أو تكلم حتى لو تكلم أي كلام حتى لو كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة حتى لو كان الكلام قليلا أو كثيرا حتى لو انحرف عن القبلة فإنه لا يؤثر وقبل أن أفصل في هذه الجزئية عبر مصنف بقوله ولو هذا إشارة لخلاف الشريف أبي جعفر الهاشم عليه رحمة الله فإنه خالف في التكلم فألحقها بمن فاتته ركعة وقال إن من تكلم كلاما ليس لمصلحة الصلاة بطلت صلاته فألحقها به لكن مذهب وسأذكر لماذا لم يقول ذلك من حيث التعريد ووجه الفرق بعد قريب إذن فقوله تكلم ذكرت قبل قليل أن ظاهر هذا الكلام أنه لو كان الكلام كثيرا مبطلا للصلاة يجب عليه كذلك أن يرجع ويستجد سجد السهو ما لم يطول الفصل عرفه العبرة بطول الفصل وهذا الظاهر المفهوم من كلامهم صرح به جماعة منهما قاله مرعي فقال فلا تبطل بوجود مفسد فيه أي من الكلام أو من الحركة الكثيرة التي تكون مفسدة للصلاة فليست العبرة بالمفسد لماذا فرقوا بين هذا الموضع والموضع الآخر وهو ترك ركعة كاملة نقول لأن سجود السهو ليس من الصلاة فهو منفصل عن الصلاة فحيث كان منفصل عن الصلاة فإنه يكون حكمه مستقلا عنه هو واجب نعم لكنه ليس من الصلاة وليس تعمد ترك سجود السهو الذي محله بعد السلام أو كان بدلا له محله بعد السلام يكون مبطلا ولكنه يأثم بتركه وسيأتي إن شاء الله بعد قليل إضاحة هذه المسألة أكثر نعم فلو شرع في صلاة قضاه إذا سلم نعم يقول فلو شرع في صلاة قضاه إذا سلم حتى لو شرع في صلاة أخرى لا يقطعها بل يكملها ثم بعد ذلك بعد صلاته ركعتين سنة مثلا يصلي بعدهما السجد سهو للصلاة التي نسي سجود السهو فيها لكن بشرط ألا يطول الفصل عرفا وأن لا يكون قد خرج من المسجد وأن لا يكون ثالثا قد أحدث طبعا هنا لا شك أنه لم يحدث لأنه انشغل بصلاة أخرى نعم وإن طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث لم يسجد وصحت نعم قول المصنف وإن طال الفصل هذا الشرط الأول قوله أو خرج من المسجد هذا هو الشرط الثاني معنى أن الشرط عدم خروجه من المسجد قوله أو أحدث يدل على أن الشرط عدم الحدث لم يسجد لأنه لا يصح حينئذ أن يسجد وصحت الصلاة وتصح الصلاة لأنها صلاة لأن السجود هنا محله بعد السلام صار في حقه وكل ما كان محله بعد السلام فإنه لا يكون مبطل للصلاة تركه ولو تعمد الحدث حتى لو تعمد الحدث نعم ويكفيه لجميع السهوية سجدتان نعم قول المصنف ويكفيه أي ويكفي المصل الذي سهى لجميع السهوية تعبيره بجميع السهوية مراده أن يكفيه لكل صلاة سهى فيها وكثر سهوه فعبارة جميع السهوية لو أردت أن تقف عندها حرفيا لو وجدت أنها غير دقيقة وإذاك لا بد من تقدير فنقول يكفيه لكل صلاة سهى فيها أكثر من سهو سجدتا فتداخل يتداخل السهو ويجب فيها بدل واحد نعم ولو اختلف محلها ويغلب ما قبل السلام قال ولو اختلف محلهما أي محل السهوين تعبير المصنف ولو اختلف محلهما فيها مسألتان المسألة الأولى في معنى قوله اختلف محلهما ما المراد بها ذكر المرداوي أن معنى اختلاف محلهما أي أن يكون محل أحد سجدته السهو قبل السلام والمحل والثاني محلها بعد السلام فاختلاف المحل بهذا المعنى قال وقيل والأول هو الذي اعتمده قال وقيل طبعا وصحها الأول قال وقيل أن يكون أحد سجود أحد السهوين عن نقص والثاني عن زيادة والذي جزم به الأول أن من مراد بالمحلين أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر بعده المسألة الثانية تعبير المصنف بقوله ولو هذا إشارة لخلاف جزم به ابن قاض الجبل في الفائق وهي رواية في المذهب قدمها صاحب المحرر نعم أنه في هذه الحالة إذا سهى أكثر من سهو فإنه يسجد سجدتين لكل سهو سهاه في صلاته قوله ويغلب لعله ويغلب هذا الذي يعني يظهر لمسياق بعضهم ويغلب ما قبل السلام أي ويغلب محل ما قبل السلام باب التغليب وليس هو الذي غلب وإنما نغلبه من باب القوة لأن ما قبل السلام أقوى مما محله بعد السلام لأن تعمد ترك ما قبل السلام مبطل للصلاة بينما تعمد ترك ما بعد السلام وإن كان واجبا لا يبطر الصلاة وإن أثم وإن شك في محل سجوده سجد قبل السلام نعم قوله وإن شك في محل سجوده سجد قبل السلام يعني لا يدري هو يعلم أن عليه سجود ساهل لكن لا يدري هل محله قبل السلام وما بعده فنقول يجوز له الأمران لكن الأفضل له أن يسجد قبل السلام فقوله سجد قبل السلام أي ندبا كما عرفنا من أول كلام المصنف ومتى سجد بعد السلام كبر ثم سجد سجدتين ثم جلس فتشهد وجوبا وتقدم في الباب قبله نعم يقول مصنف متى سجد بعد السلام ما مراده سجد بعد السلام يعني أن امرأا سجد سجودا سهو يشرع بعد السلام كأن يكون قد سلم من نقص ركعة فأكثر أو بنى على غالب ظنه حيث قلنا إن البناء على غلبة الظن جائز للإمام هذا حاله الحالة الثانية أن يكون سجود السهو محله قبل السلام لكن المصلي أراد أن يفعل خلاف المندوب فقرأ أردت أن أفعله بعد السلام هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة أن يكون قد نسى سجود السهو فسلم وتذكر قبل طول الفصل عرفا وقبل أن يخرج من المسجد وقبل أن يحدث فإنه يسجد سجودا ثانيا ويسلم عفوا يسجد سجود السهو ويسلم إذن هذه صور سجود بعد السلام وذاك عبر ومتى سجد بعد السلام لأي سبب من الأسباب سواء كان هو الأفضل أو هو المفضول أو هو من باب التدارك لا فرق قال كبر بدأ يبيلنا صفة شروع السجود بعد السلام قال كبر بأن يقول الله أكبر طبعا وليس فيها رفع يدين لأن القاعدة عندنا أن كل تكبير يسبقه أو يلحقه سجودا فليس فيها رفع ليدين قال ثم سجد سجدتين هنا سكت عن صفتهما لأن صفة سجود السهو مثل صفة سجود الصلاة في صلبها تماما لا فرق بينهما في صفة الدعاء الذكر ولا في الهيئة ولا في ما يجب وينتب قال ثم جلس قوله ثم جلس نقول يختلف صفة جلوسه باختلاف نوع صلاته فإن كان قد سهى في صلاة ثنائية فإنه يجلس مفترشا لا متورك وهذا هو المعتمد وأما إن كان قد سهى في صلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يجلس متوركا الأولى على الصحيح والثانية رواية واحدة في المذهب إذن فقوله ثم جلس يختلف حالة تارة يكون متوركا وتارة يكون مفترشا قال فتشهد وجوبا المذهب وهنا أعبر المذهب لأن سأشير خلاف قوي لأنه فائدة مهمة المذهب يقولون إن من سجد سجود السهو بعد السلام فإنه يكبر ويسجد سجد سهو ثم يتشهد ويقرأ تحيات ثم بعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقوله يتشهد أي الأول والثاني كامل يقرأهما معا قوله وجوبا لأنه جاء في بعض ألفاظ حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعد السلام أن يسجد ويتشهد ثم يسلم وزيادة ويتشهد هذه منكرة أنكرها عامة أهل العلم وإن كان من أهل العلم سكت عنها لكنها منكرة في الرواية ولم تثبت من حديث عمران وإذا أردنا أن نأخذ بقواعد مذهب الإمام أحمد حيث الاستدلال وأن ما كان منكرا لا يحتج به فإنه حينئذ نقول حيث لم تثبت فنعمل بالإطلاق الأحاديث الأخرى التي وردت ومنها حديثة بهريرة ذي اليدين وحديثة بسعيد أنه يسجد ويسلم ولا يلزم التشهد نعم نقول تشهد ما نقول إنه غير مشروع ومشروع ولكن النزاع الآن في قضية هل يجب أم لا يجب فقط النزاع في الوجوب وعدمه قلت هذا لما لأن الفتوى عندما شيخنا الآن أن التشهد ليس بواجب ما نقول إنه غير مشروع ومشروع وهو دائر بين الندبي أحيانا أو الوجوب ولكن بين الندبي والوجوب شيخنا بين المذهب والوجوب لكن المذهب المجزون به هذا بناء على رواية قلتها لكم من حيث عمران رضي الله عنه وإن سجد قبله سجد السجدتين بلا تشهد بعده نعم وإن سجد قبله أي قبل السلام سجد السجدتين بلا تشهد بعدهما لأنه تشهد التشهد الأخير قبلها فيسجد بعدهما لأن الأحديثة جاءت مطلقة وقوله سجد السجدتين سكت عن صفتهما لأن صفتهما موافقة لصفة السجود في صلب الصلاة نعم وسجود سهو وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسجود صلب الصلاة نعم قوله سجود سهو سواء كان قبل السلام أو بعده وما يقول فيه من التسبيح ومن الذكر الله عز وجل ودعاء الطلب وما يكره فيه من قراءة القرآن ونحوه قال وبعد الرفع منه هنا عبر وبعد الرفع منه أي وبعد ما يرتفع من سجود السهو ولم يذكر حال الهوي فيه لأن الهوي ذكر أنه يكبر لهويه ولو قال وبعد الرفع وللهوي له لكان أيضا كافيا لكن أرد أن لا يكرر كلامه إذن وبعد الرفع منه فإنه يكبر فيقول الله أكبر في السجود في صلب الصلاة فكذلك يكبر في الهوي وأيضا في الرفع من السجود وكذلك إذا أراد الهوي له قال كسجود صلب الصلاة صلب الصلاة التي هي الأركان فيها وهي السجدات سجدتين في كل ركعة ومن ترك السجود الواجب عمدا لا سهوة بطلت بما قبل السلام لما لا بما بعده نعم بدا يتكلم وصنف عن أنواع السجود الذي يكون واجبا قال المصنف ومن ترك السجود الواجب عبر بالواجب لأن هناك سجود من دوب مر معنا في من أتى بذكر في غير محله ومن ترك سنة مر معنا قال ومن ترك سجودا واجبا عمدا لا سهوة لأن من تركه سهوة تكلمنا عنه قبل قليل أنه إذا لم يطل الفصل لازمه تداركه لكن لو تركه عمدا قال المصنف بطلت أي بطلت الصلاة كلها لأنه ترك واجبا عمدا ومن تركت تعمد ترك واجبا بطلت صلاته قال بطلت بما قبل السلام قوله بما قبل السلام أي بما يسن فعله قبل السلام وهي كل سجود سهو واجب إلا السجدتين أو الصورتين التي سأتذكرهم سبق ذكرهم وما سأذكرهم بعد قليل قال لبا لا بما بعده أي لا بالسجود السهو الذي يسن أن يكون بعده أي بعد السلام وهي صورتان وكررهم باب التأكيد عليهم إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر والصورة الثانية إذا بنى الإمام على غالب ظنه إنقلنا بهذه الرواية التي ذهب إليها كثير من المحققين كما قال المصنف وقول المصنف هنا بطلت يشمل بطلان صلاة المنفرد وحده وتشمل بطلان صلاة الإمام وحده وتشمل بطلان صلاة المأموم إذا لم يسجد الإمام إذا لم يسجد الإمام هذا ظاهر المذهب لكن قال مرعي في الصورة الثالثة إنه يتجه ألا تبطل صلاة المأموم إذا سجد وحده بعد ذلك مع علمه أن الإمام قد تعمد وهذا الذي ذكره مرعي وافقه عليه الشيخ عبد الحي ابن العماد ثم علم المصنف فقال لأنه منفرد عنها وجب لها كالأذان قول المصنف لأنه منفرد عنها وجب لها كالأذان هذا يعني يبين هو تعليل وهو أيضا وهو توضيح حكم أن ما كان شيئا منفردا عنها كسجد السهو بعد السلام فهو منفصل عن الصلاة هو واجب تعمد تركه يأثن به تعمد تركه لكن لا يبطل الصلاة لأنه منفصل عنها ولا يفسد شيئا الصلاة إذا كان منفصلا كالأذان إذا فسد الأذان لا تبطل الصلاة نأخذ من هذه الجملة أن من صلى فريضة من غير أذان ولا إقامة فإن صلاته تكون صحيحة لأن الأذان والإقامة منفصلان منفصلان عن الصلاة ليس جزءا منها نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب سجود السهو وأريد أن أختصر آخر جزئيتين أنا اختصرت لكم في الدرس الماضي ما يتعلق بالزيادة وذكرنا الفرق بين أنواعها ذكرنا أنواعها زيادة القولية والفعلية وفي هذا الدرس أورد المصنف النقص والشك والشك ذكرنا كلام فيه لكن النقص أريد أن نختصر أحكامه بإيجاز بما يسمح به الوقت النقص عند أهل العلم من قسم إلى قسمين نقص ركن ونقص واجب فإن كان النقص لركن فإن كان متعمدا بطلت صلاته وإن كان غير متعمد وجب عليه أن يرجع فيتدارك ما فعله فإذا رجع وتدارك ما فعله وجب عليه مع ذلك سجود السهو النوع الثاني نقص الواجب فنقول إن من يعني ترك واجبا وتيقن أنه قد ترك واجب فإن كان عمدا بطلت صلاته لا شك وأما إن كان سهوا فإن تذكر قبل اعتداله من الركن الذي قبله وجب عليه الرجوع إلا في التشهد فإنه يجب عليه الرجوع وإن اعتدل ما لم يقرأ أو يشرع في القراءة الواجب وهي الفاتحة وأما إن كان سهوا نقص سهوا فإنه حينئذ يسقط عنه ويسجد للسهوي ويسقط للسهوي إن فات محله الشك معنا مر أن من شك في صلاته فإنه كذلك إن شك في ترك ركعة أو شك في ترك ركن فإنه في هذه الحالة يبني على مستيقا إلا في صورة أو صورتين مر ذكرهما وطبع يبني على مستيقا الصورة الأولى الإمام على الرواية أو ردها والصورة الثانية التي هي مطلقة في كل الناس يبني على غلبة ظنه ويسجد سجود السهو وجوبا الحالة الثانية من شك في ترك الواجب مر معنا أن من شك في ترك الواجب فإن الشك في ترك الواجب ليس فيه سجود سهو وهذه يجب أن ننتبه لها وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه ويغفر لنا والوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم على نبينا محمد طبعا هذا هو الدرس الأخير قبل الحج بمسيئة الله عز وجل نبهل الإخوان أنه سيتوقف الدرس بمسيئة الله عز وجل هذه الإجازة كاملا لعن نبدأ إن شاء الله يعني على بداية الدراسة أو قبل الدراسة بأسبوع نشوف على الحسب يا كلام الشيخ عبد الرحمن وقت ما يقولنا ابدأوا نبدأ معه وصلى الله وسلم وبركاته نبينا محمد شكرا